اشتركوا في القناة 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 الجديد اشتركوا في القناة 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 عليه. لو لاحظنا بالتشكيل الجديد هنلاقي مثلا ان في الكورت ريال رجال وكورت ستار لرجال. حصل فيها يمكن تغيير جازري من المعايير الفانيين الخاصين فيهم. المعايير بتكون ايه كابتن رقوف? المعايير او الخطوط العريضة للتقييم بتكون ايه? النتائج طبعا داريها اه اساس كبير. هي نمر واحد. نمر اتنين. مواصبة الاجهزة. اه التأخير عن التدريبات المواصبة اه اليومية من من المتابعة. اه هل في مخالفات? مش اه في مخالفات. الحاجات اللي هي. اه هل المدرب هو واقف اه في ملعابه. اه بيقوم بمتابعة جميع. هل الاداء اللي مدرب سجال به يتناسب مع المرحلة اللي احنا فيها في السنة. يعني احنا في مرحلة مثلا بداية فترة اعداد. هل التدريبات اللي بتسمي دي تتناسب مع المرحلة او احنا في مرحلة مقابلة المباريات. فيه تقييم بيبقى فني. تمام. فيه تقييم امضباطي. مم. وفيه اه تقييم خصف النتائج. اه بناخد المجموع بتاع الثلاث حاجات دي كلها. زي طبعا اهم حاجة اه يعني مبادئ النادي الاهلي هل بتطبق داخل الملاعب ولا لا. اه فيه خروج عن المبادئ. كل الفوكس كله على فريق اليد للرجال وفريق السلة للرجال. لان كما تعلم يمكن بقيت الفرع كلها يعني جميع الالعاب الفردية لداخل النادي. يعني يمكن واخدين العلامة الكاملة فيها. تماما. يعني احنا عندنا عندنا طلاتاشر لعب. عندنا منهم حداشر لعبة محقيقة العلامة الكاملة. فيمكن حتى بعض الاخفاق في فريقين الرجال بالتعديد الفريق الاول لكرت السلة وكرت الرجال. سوري وكرت السلة وكرت اليد. تماما. اه التدائمات اللي تمت اه كما تعلمنا داخل النادي الاهلي. يعني الاجهزة الفنية بتحدد زي ما يعني اكتر حضرتك بالنسبة للاجهزة الفنية كيفية تستخيل. بيحسر برضو عملية التخييل بالنسبة للفريق. المثل اللي نادي الموشن من الدفاع. تمام. بيبتد بيحصل فيه تارير اه فني عن اه مدى العطاء وال 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 والفنيات بتاعة اه كل اه لاعب عن طريق الناس الفنيين اللي خاصين بالجهاز. بيستدوا بيبدو تستوراتهم عن اللعيبة اللي هما ممكن اصلي ونصيب بالاستمرار معهم من الموشن الجديد. نفس الوقت بيحددوا باحتياجاتهم من اللعيبة في الانزايا اه الاخرى. طبعا الانزايا الاخرى الموضوع بيتقسم حاجتين. الحاجة الاولانية يعني في بعض اللعبين يبقوا فري يعني اخطهم من تهية مع الانزايا بتاعتهم. تمام. في بعض اللعبين اللي هما لبسا متابطين. اه اه اه. بنستغل في الخطين مع بعض اه واعتقد ان احنا نهينا اه قدر كبير اه كل اللي احتياجات ده. بالاضافة ان في بعض الحاجات اللي ما نفعش ان احنا نتكلم عليها الا بعد ما تنتهي. اكيد. فيه تدعمات انتهت بالفعل. اه يعني عايز اقول اه الناس اللي موجودة اللي كانت متاحة احسن ثلاث لعبين في كرة اليد. الحمد لله اه تم توقيع العقود اه معهم. تمام. حتم اه قطهم. ده بالاضافة لتصعيد تلاث لعبين من مواريد تمانية وتسعين. هم اعمدة منتخب الشباب. تمام. لما نيجي نجمع اه دي ست اه لعبين. بالاضافة اللي فيه يعني تريبا فيه حاجتين زي ما اتفقنا. مش هنتكلم عنهم ولا لما يتموا بساعة. انا اعتقد يعني بنسبة كبيرة بنسبة لمشاكات المحلية. اه 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 اتبوص بتقييم فني. اتبوص تلاقي مثلا لو بتكلم في حلات سلمارمى هتلاقي حمد اسم الطيار ده النهاردة عمره 22 سنة 23 سنة وهو حارس مارمى مصر اول. الفريق جميل جدا. وراء وراء عبدالرحمن طه ده حارس مارمى منتخب مصر للشباب. وراء حميد حارس مارمى منتخب مصر للشباب. فالنهاردة انت اجدد من الصفوف وفي نفس الوقت معاك الكفاءات اللي موجودة. هتبوص تلاقي في كل مكان الحرف مثلا فيه احسن اتنين موجودين منتخب مصر. اسلام وحمد خير. هتبوص تلاقي الشول الناحية بمطلوب خمس لعائلين الشول. هتلاقي الحمد لله ربنا ورفعنا برضو في التعاقد اه مع باير البطراوي لعب اه نادي كيش. ده بالاضافة للعيبة اللي هم موجودين اه من الاول. هتلاقي محمود فايز نعيم في الهونج رايد. في الباكليفت بانضو. تاديمات كتيرة. بالنسبة اللاعب بالزايرة. يمكن اه ربنا وفقنا باتنين لاعبين. احمد عادل لعب صلاعي الجيش. اه ومحمد جمال اه لاعب النادي الجزيرة. ودول برضو من اعمدة منتخب مصر اه في مركز. اذا اه اه حنقول اول حاجة ان احنا نزلنا بمعدل الاعمار. وفي نفس الوقت الاحتياجات اللي الفنيين قددوها. الحمد لله. يعني انتهينا منها. ايضا الكورت الاستلة. يعني في تدعمات في الطريقة. في اتصالات. وتجرى الخاتم من حوالي ربع ساعة. يعني بإذن الله بإذن الله. يعني 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 يمدي كارت بلانش مفتوح بالنسبة للتعاقد مع لاعب محترف امريكي تكون على اعلى مستوى. وده المطلوب يا كابتن الفنية. ان شاء الله يكون موسم موفق لحضرتك والنادل اهلي. كابتن رؤوف عبدالقادر. مدير عام نشاط الرياضي بالنادل اهلي. بشرف شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. يعني الراجل يتكلم في كل حاجة. ويتكلم فيها كمان بصراحة جدا. كان فيه سلبيات. اكيد كان فيه سلبيات تعالجوها. زي ما حضرتك سمعته. ان شاء الله يكون موسم استثنائي لنادل اهلي كالعادة. الموسم الجاي بإذن الله. في نفس السياق الاهلي بينهي اجراءات ضم ابو السعود لرجال الكرة الطائرة. كابتن رؤوف عبدالقادر. اللي كان معي منزل قليل مدير عام نشاط الرياضي بنادل اهلي. اعلن انه تم الانتهاء من اجراءات التعاقد مع ابو السعود السيد. لينضم الى الفريق الاول للكرة الطائرة. رجال بداية من الموسم الجديد لمدة تلات مواسم مقبلة. بعد ان وقع على عقود الانضمام للفريق. في حضور الكابتن محمد مصلحي المدير الفني. وخالد ابو زينة مدير الفريق. محمد مصلحي قال نتعاقد مع ابو السعود السيد خطوة مهمة في اطار الحفاظ على قوة الفريق بالموسم المقبل. محمد مصلحي محقق انجازات ولا اروع مع نادل اهلي. كابتن محمد مصلحي اهلا بحضرتك. كل سنوى حضرك طيب. يا رب تكون قضيت تعيد سعيد كده مع الاسرة. والله الحمد الله. نحن ربنا. واخبار هاني اي طمنا على هاني. والله هاني في احسن حالة اللي اعمل يعني. يا ذات رهيضة. الحمد الله. ماشاء الله عليكم. ربنا يا حميكم يا رب يا كابتن. ربنا. ماشاء الله عليكم. لسه كنت بقول خبر انضمام بسوء. انا عايزة بريك لك عدة جديد الاول. وده اعتقد ان هي حاجة يعني حاجة ابسط حاجة ممكن يا دي ما نادلالي. ليك عملت انجازات كبيرة جدا جدا. جدا. وكنت تستاهل وتستحك في صراحة. والله حاجة اشتراف كبير في لي. لان انا عمل رابع تولي. لقيدة فريق كرة الطائرة. الاف مبروك. وان شاء الله من انجاز لانجاز. وان شاء الله تحق كل اللي حضرك عايزه مع فريق كرة الطائرة. لسه بقول ان انضمام ابو السعود. وكنت بقول ان حضرك اسنيت على هذا الانضمام. احنا كنا عيني علي من زمان ايام حتى ما كانت كافة مفهيم ماشي في الفرقة. يعني من الفين واربعة عشر. اللي حالك كانت شاب تطاير الجسة. واخد كان واخد برضو يعني طولة العالم بستشكورة يعني حاجة زي كده. بس ناجي بيتروزيت طبعا باعه لناجي زمالك. ما كنتاش نادر نامل حاجة. استنيت لدات لما طبعا عقد انتاع فالس في ناجي زمالك. وكلمت الولد ابدا بصراحة رغبة ان هو ينضم الانضم 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 الاهلي. والحمد اللي قال التفاض يعني تم بسرعة. وهو ولد صغير في سن وقوي ان شاء الله يبقى بسطوية جدا للفريق ومستعدة ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني تموحاتك العام المقبل يا قبت محمد. شكلها ايه? وإيه الدوافع اللي عندك. وإيه الجديد اللي عندك ممكن تقدمه السنة ان شاء الله. والله الحمد لله اولا من فرقة قوامها آآ زي السنة اللي فاتت. انتم بس بطنا عليهم بسعود. وآآ بكونوا حاطمة طبعا آآ زي السنة اللي فاتت. ان شاء الله مش هنقل يعني يعني منافسة على الثلاث تلقاب. آآ ولو هنشارك البطولة العربية. بس طبعا تناجي فيه ضغط كتير جدا آآ آآ جدا للمتخذ. آآ آآ هتبقى صعبة جدا لان ان انت عارف ان العيد المتخذ قوامها الاساسي من النادي الاهلي. معانا انتم الخداشر العيد من النادي الاهلي. هيلعبوا مصاد كتير جدا. وعندهم ارتباطات كتيرة جدا. تمام. في لغاية شهر واحد. آآ آآ فدي بتمثل عيد كتير جدا على العلينا. دوري وآآ وكهاش وطولة افراطية هم. انتم متعودين على كده. متعودين على كده. آآ آآ بس طبعا انتم تعرف الارهاق برضو. اكيد. يزوفوا خاصة من السنة اللي فاتت برضو استقبنا احمد صلاح ومحمد عبد المنم في اخر الموسم. يعني مثلا لعيد ما مرشد ومالك الاخير ده ممكن بتمل العيدة بس. لكن طبعا الحمد لله العيدة كتبك. لو جبنا ان احنا نحسن الداوي والكياس من والاحزيمة اللي عمدت تاني على السوق. كل التوفيق لك كابت محمد. انا مهما اقول يعني بصراحة مش هديك حقك دايما موفق ودايما في انجازات. وان شاء الله من انجاز لانجاز. والف مبروك على التجديد. وده حقك وابسط حقك. كمان ان شاء الله السنة الجاية كمان تجمع كل البطولات كالعادة. شكرا جدا. محمد مصرحي نجم النادي الاهلي والمدير فني لفريق النادي الاهلي طائر. شكرا جدا لحضرتك. نروح لاخبار تانية. غرفة عمليات مركزية لامم افريقيا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. عقد اجتماع بغرفة العمليات المركزية والتي تم تشكيلها. من وزارات الدفاع والدخلية والخارجية والكوربة والسياحة والنقل والشباب والرياضة والامن الوطني والطيران المدني والتنمية المحلية. كمان مركز معلومات مجلس الوزراء والصحة وهيئة الاسعاف. يعني فعلا مركز او غرفة عمليات شاملة وكملة. شركة المياه والصرف الصحي اعتقد حدث كبير جدا لازم نغطيه على اكمل ما يكون كل التوفيق. نحن نظهر بمظهر مشرف كالعادة. كالعادة. هشام العمري رئيسا لمنطقة القاهرة للسباحة. مجلس ادارة اتحاد السباحة. قرر تعيين الدكتور هشام العمري عضو مجلس ادارة النادي الاهلي السابق رئيسا لمنطقة القاهرة. يتمتع هشام العمري بخبرات ادارية كبيرة سواء في الاهلي او بعد عمله الفترة الماضية في اتحاد السباحة. كل التوفيق طبعا لهشام العمري ان شاء الله يكون واجهة مشرفة كالعادة ايضا. حاجة جميلة جدا وحاجة مبشرة جدا. كل التوفيق لي في الفترة المقبلة. دي كانت معظم اخبارنا ان شاء الله هنتكلم مع الضيوف ان شاء الله بعد الفاصل. هيكون معايا الاستاذ نبيل عمر كاتب الصحف الكبير زي ما قلت لحضراتكم. هنتكلم معاه في كل القضايا المطروحة على الساحة الرياضية. زي ما قلت لحضراتكم محمد صلاح خلاص احنا قلنا الخبر بتاعه ان شاء الله يكون محمد صلاح طبعا نجم كبير جدا. واتكلمنا قبل كده على محمد صلاح. همهما نتكلم مش هندي له حقه حاجة مشرفة بكل المقاييس او بكل ما تحمل الكلمة من حروف. ومعاني كمان حاجة شرف كبير جدا لازم نحافظ عليه ونازم ندي له حقه. احنا كمان كمصريين بنزعل منه شوية لكن دايما بنزعل منه عشان يكون احسن واحد في الدنيا زي ما قال النجم الكبير ابو تريكا. ان شاء الله منتخب معجيلة هيكون شكله ايه؟ هيكون في جديد. اكيد هيكون في جديد بعد كوبر. اكيد هيكون في جديد. بنلعب كورة مختلفة تماما عن كوبر لكن المنافسة صعبة جدا. الفرق الافريقية اتكلمنا قبل كده ايضا مع حضراتكم ان هي تطور التطور مزهل. بقت تخوف. ما فيش حاجة سهلة في افريقيا دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها منتخب صغير ومنتخب كبير. في مفاجآت هتكون مدوية في المطولة القادمة. ان شاء الله تكون مفاجآت بعيدة عن المنتخب المصري. منتخب مصر عنده طموحات متعلقة بجماهيره. بطولة على ارضنا تعودنا. البطولة على ارضنا لازم منتخب مصري ياخدها. ان شاء الله تكونوا عند حسن ظن الجميع على رجالة. باذن الله. 23 لعيب. 23 راجل. 23 مصري وراهم ملايين. بتشجع منتخب مصر. واكيدا يكون في ظهركوا من اول مباراة لاخر لما نرفع الكاس باذن الله. دايما املنا في ربنا كبير. وفيكم. ان شاء الله يكون مستر اجيل كمان عند حسن ظننا. يطور من لعيبة منتخب مصر. عنده لعيبة متطورة. لوحدها الحمد لله. لعيبة عايزة تطورة. عنده مراكز كمان محتاج ان هو يعدل فيها. الروح. دايما بقول الروح مش كل حاجة. الروح حاجة مهمة جدا. لكن روح لازم بقى معها فكر. لازم بقى معها تاكتك. لازم معها زكاء من لعيبة. زكاء من المدرب. علشان يعرف يقود ويعرف يشوف ويعرف يبدل ويعرف يتكلم امتة ويتدخل امتة. يعني الموضوع مش سهل زي ما حضرتكو متخيلين. والمدير فني عليه جوزء كبير جدا جدا. دايما بأكد وقول. مدير فني هو احد عناصر النجاح. او العنصر الكبير فيه النجاح في منسومة كرة القدم. المدير فني. لان هو اللي بعمل كل حاجة فصراحة. هو اللي بتتدخل اجابيا وسلبيا. هو اللي بحمس. هو اللي بيعرف يتكلم امتة. وبعرف يقر كلامه امتة. وبعرف يحمس لعبها امتة. وبعرف مطش عليه هو نفسه لكن مسئولية كبيرة وتموحات أيضا كبيرة إن شاء الله كلنا أمل في ربنا وفي المدير الفني واللعيبة والجهاز الفني أيضا كمان إن شاء الله تكون عند حسن ظننا ومعاكو كمان ملايين من المشجعين المهوسين بكرة القدم إن شاء الله تكون بطولة مصرية بإذن الله كلمنا خلاص عن أخبار نادل قال لي مش عايز أتكلم في كل حاجة عشان أسيب ديوف الكرام يتكلموا في كل كبيرة وصغيرة هنشوف كمان تأجيل دعوة الأهلي ضد اتحاد الكرة دي كان إيه مردودها في الشارع الأهلاوي أو الشارع الرياضي بشكل عام هنشوف ردود الأفعال على تشكيل الأجهزة الألعاب الأخرى هنشوف تدعمات هنشوف كل يتكلم فيه محمد مصرح وتكلم فيه الكابتن رؤوف عبدالقادر هنشوف كل الكلام ده مع ضيوفي الكرام لنستقبلهم بعد الفاصل هستقبل الكاتب الصحفي الكبير أستاذ نبيل عمر ضيف تقيل جدا وراجل مسقف جدا جدا وبتكلم في الكرة يعني بمصدقية أيضا بوعي كبير جدا الأستاذ نبيل عمر هيكون ضيفي بعد هذا الفاصل كاتب الصحفي الكبير أستاذ نبيل عمر في ضيفة الأهل الليلة دايما منوارنا ومشرفنا الله ده نورك ونور الجماهير أنا شخصا بستمتع بيك وباللقاء ما حضرتك أنا كمان ببقى سعيد وفي وجودي في قناة النادي ربنا خليك ربنا كل سنوح حضرتك طيب ورب تكونوا مصر كلها طيب سعيد كده سعيد عليك وعلى أسرتك كريم وعلى مصر بإذن الله وناخد بطولة أفرخ السنة يا رب أول خبر بدأت بيه وبرضو عايز حضرتك تتكلم فيه محمد صلاح النهاردة خلاص اكتمل الثلاثة وعشرين لعيب تواجد محمد صلاح اللي كان في أجازة رقصنا كلنا عادنا بلو محمد صلاح في المنظيف واسم محمد صلاح مش عارف فين وتلع في الجونة في الأخير لا ما كانش ينفع يغادر البلاد ولسه جاي أصلا رقصنا كالعب هو طبعا كان عنده سيزن صعب جدا السنة اللي فاتت انه بلعب في أخوة دوري في العالم وعلى دكتورة أوروبا الاندية وطبعا خدوها في الشمز دي ما شاء الله فشيء مجهد جدا وكان شيء طبيعي انه محتاج اللي هو الرحل الزهنية والنفسية هكيد انه يخرج بره المود النفسي والزهني اللي كان فيه عشان يقدر وطبعا هيا جزء السيارة ما تفقدوش ليقته البدنية بمعنى انه ما ينزل قوي ويقدر يستعيد بسرعة لكنه كان محتاج الفصل هكيد لان السيزن كان صعب جدا جدا وخاصا انه السيزن ده تعرض فيه لضغوطة فعنيفة جدا انه بدأ من الاصابة بتاع السنة اللي فادت الكيرف اقل من المستوى متوقع كلام كتير عليه تعرض لضغوط كتيرة فهو نفسيا اتعرض ثم استرد حالته النفسية والزهنية في من بعد بوكس دي بوكس دي كان فاصل بالنسبة للدورة الانجليزي بعد كده بدأ يرجع لمستوى ويبقى هداف الدورة الانجليزي بس طبعا كل ده حمل رهيب طول السنة اكيد وانت داخل على طولة مهمة جدا فكان لازم يفصل هو بعيدا تم كل لعيبة لعبة تعدد المباراة ربما قال لسنة او لكن ما تعرضوش للضغوط اللي تعرض لها محمد صلاح تحديد لان فيه ناس كتير اتكلمت ازاي وكان يفضل معهم يروح معهم حتى لو ما كانش يتدرب ويقعد يستريع لأ انا كان لازم الفصلة دي كانت مهمة نسبيا لانه لازم اخرجه من المود الحم العب اللي كان عليه نفسه العصب اللي كان موجود عليه عشان اقدر استفيد منه استفادة كاملة فبداع فانا كان رأيي ان فكرة الاجازة كانت فكرة صحيحة والناس اللي بتهاجم بدأوا انه كان لازم بقى مع زميله وحاس ما يحسوش انه يعني براحته ويجي وقت ما يجي ده كلام لا لازم انتكلم انتكلم احنا انتكلم لان لازم نقدر ظروف كل لعب على حدايا وخصوصا اذا كان نجم كبير واحنا بنعتمد عليه اعتماد كبير جدا صحيح ان الفرق احتشار لعيب لكن المغارات الفردية في كرة القدم للعيبة معينين تمتعونا بموهبة عالية جدا تتجاوز القدرات المدرب بتتجاوز فكرة اللعب الجماعي الحاجات دي كلها تبقى فاصلة في المباريات تمام فكان شيء طبيعي انه كان الخمس ست ايام دول وخصوصا انه حتى انه جم جي قبل العيد كانت عارض لتغطي جماعين ضخمة جدا ناس على البيت وفي الغيط وحوالين البيت ومش عارف الوحصال للعيد لا كان محتاج انه يبعد شوية قبل ما يرجع مرة تانية فده شيء كويس سنبدي مع زميل وهو من اعتقد انه هو من اللعبة اللي هيقدر يستعيد هو بيجيد الفصل بيجيد الفصل هو خلاص بيعرف يدير نفسه يعني دخل فيما يسمى ادارة محترفة للموجب في ناس موجوبة يغرفش يدير نفسه ودي مهم جدا ده مهم جدا من اسبب سبب رئيسي من اسببب النجاح من اسببب النجاح فهو خلاص يبدو انه تعلم درس حتى قاله ايا كان الوسيلة لكن بعارف يدير الموجب في التجنة الصحية فده ميزة جدا بيتمتع بها حتى عن بقية كل العدد كبير من الموجبين المصريين اللي هم راحوا احترفوا بره حتى قبله يعني هو هو وحمد حسن من اكتر وحاني رمزي هم من اكتر من الناس اللي أنا معجب بيهم احترافين بالاحتراف بره فكرة ادارة الموجبات وكان ياسر ردوان ومحمد عمارة للامان وياسر ردوان ومحمد أنا بكلم ان دول قعدوا فترات اطول كتير يعني اطول كتير من عمارة وياسر ردوان اكيد انا بكلم ان بيقعد طول حياء يعني عشر خمساشر سنة فدي مدة طويلة طبعا 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 محمد صلاح يتعامل مع الجمهور المصري تحديدا او معنا احنا كمصريين تحديدا الاحتراف الخارجية لا ما ينفعش لا اسباب جوهرية احنا عندنا عيوب لا علينا ان نعترف به هو عارف ده وبعدين هو فلاح زي وزي حضرتك من الريف المصري وعارف طبعا اهلنا فاحنا بنيجي على نفسين شوية ونتعامل مع اهلنا في حدود لكن مش لدرجة نجي على نفسي قوي لكن انا رأي وانا شايف انه بيعمل ده يعني بس فيك انه معرفش يخرج صلا وده شيء طبيعي جدا لما تبقى فيه عشر تلاف ولا اتناشر الف واحد مستنيينه على باب البيت بده يخرج صلا ازاي طب ده حقوم ده حقوم كمصريين حقوم كمصريين لكن هو كمان لازم يعني يدوله تشانس انه هو او طبعا احنا ما عندناش نجم وصل لهذه الدرجة او كده فهو بالتالي اا فيه هوس فيه هوس اسمه اقدر اسميه هوس محمد صلاح في مصر وهوس حقيقة ده حقيقة مش هزار هاوي الشوارع يعني انا مثلا يوم لفربول وبي لعب الشامبنز دي لما جي الجون الاولان بتاع ضربة الجزاء فاول دايتين الشوارع القاهرة بتهيص كأن منتخب مصر بيلحم ده اكتر كمان اه يعني حاجة لانه يعني تخيل ان الاتفاق على لفربول وقت كل جمهير الكورة المصري بالضبط اهل زمالة اسماعيل محلة مصر اتحاد مصر حتى اللي ملوش في الكورة بالضبط وبالتالي فيه هوس في مصر اسمه محمد صلاح لانه ناس عاش حياة صعبة محمد صلاح نهون عليه احنا عندنا حد ننجح كده عشان كده سألت حسانت عليك السعادات الحديدة وصل الى هذا المستوى بالضبط العالمي حد بيخش في الرانك العالمي اجاي يسأول ايه في خمس ست لعيمة في العالم محمد صلاح واحد منه قد لا يكون الاول في موجود ميسي وكريسان روناردو لان علينا ان نعترف في حقائق من اقدرش العقبة اه في حقائق من اقدرش نتجاوزها لكن هو لعيب كبير ولعيب عظيم ولعيب رائع محدش يقدرين ان شاء الله يكون في المكان لكن ما عندناش حد يوصل للمكانة دي فبيقول بيقول لنا ان احنا بدي امل لأي حد يجتهد بيشتغل على نفسه بيحاول يستثمر مهيبته صح انه يقول له لأ قدامك فرصة انك تنجح لوقت نموذج للمستحيل اه يعني انا عندي واحد طلع من قرية بيطلع من قرية روح النادي يتدرب ويرجع قريته بيقضي خمس ست ساعات في المواصلات عشان يتدرب بيبتدي يظهر ويبان في المقولين كويس ما بيختررش ما بيحصلوش اي حاجة مو سر انه ينجح تجيله فرصة اهلي وزمالك يعني عايز مش عايز اقول سر وهو لسه ناشئ في الزمالك وهو لسه ناشئ في المقولين حد يقلم من المقولين انا مساعدة دين نادي فلاني فلاني مسيحوا يتكلموني فاقوله هو لعيب كويس قوي قال لي اه كنو صغير بالزبط فاقولت له الكلام ده يجي من تسع عشر سنين فاقولت له طب ما تخليه يحترف برده اذا كنت انت شايف قال لي هو نفسه بيفكر كده فواحد عاوز يقول انا مش متفوق في مصر انا عايز اتفوق اتفوق مع المتفوقين في العالم جميل فده انا عايز انا عايز انا عايز المصر تحديدا عايز اقول له احنا سعداء ابيت جدا مبسوطين من الطريقة انت بتدير بيها نفسك جدا عارفين ان في ضغوط من الناس عليك لكن اتحملهم لانهم بوسطقوا بيحبوك بجد ما تتضايقش منهم قوي وما تحاولش تلومهم قوي حاول تتحملهم في حدود ممكن انا مش عايز اضغط عليك قوي لان الناس تطلع واحد من هدوه يعني انا عارف دا كويز لكن اتحملهم في حدود الممكن ما تسقش الوء ابدا لبكلمة ولا بحرف ولا باي حاجة على اطلاق لانهم بيحبوك بجد وانت بالنسبة لهم مش مجرد تلعب كرة لانت بقيت حل وبالتالي بقيت حل موطن حقيقة فأنا طبعا كما بحبك وكما الناس بيحبوك حبهم وزي ما بتحب اهلك وطبعا انت شخص وفي لأهلك وشكلك بنقصول وده شيء عظيم جدا وانا عارف قدلين خير وده كمان بيحب بالناس فيك اكتر واكتر تحافظ على ده وعزينك السنة الجاية تبقى برضو رقم واحد في انجلترا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله انا قلت محمد صلاح بيقول هوا بس عايز انصح الوصيحة قل خليك في انجلترا ومطرحش حتى تاني هايعمل كده هايعمل كده مع ان الطموح مشروع بس هو ما بلعبش في نادي قليل ما بلعبش في نادي قليل ووقت بطورة أوروبا السنة اللي فاتت طبعا لو قدر ياخد الدورة الإنجليزية وده ممكن متاح يعني يوم فرقة الفيربول محتاج اتنين لعيمة اتنين لعيمة ثلاث لعيمة في هاي رانج وانا رأيي انهم يقدروا ياخدوا مع كلاب يقدر بردولة مش ساكت عمالي دعم بردولة حاجة سسنة يعني يعني مجاب أحسن مدفع في العالم محتاج هاف كمان وحد قدام مع صلاح يعني يقدر يعمل نتيجة كويسة جدا تمام كان مين لو قال لك علي معلول هيخرج من القائمة تقول له كي او تقول له استحالة لا هو اي حد حوله استحالة يعني انا ما كنتش اي حد مش حوله استحالة كانت صدمة وطبع مفاجئة مش صدمة انا فكرنا في هالسة دمار في السنة في جواري ان المدربين مختلفين جوارتيولا لما رأى ميسيك اول مرة برشلونة اتخلص من اثنين كان مستحيل حد يفكر فيه على رأسهم في ساموريتو اول سنة لا فيه كان وطبعا اول جايب البطول اول جايب الجون التاني وبرانوبيتش كان التاني اعتقد وكان برانوبيتش وكان برانوبيتش ليه حتى اتخلص مش منه بس واتخلص من 3-4 لعنوبيتش وانا مؤمن بالفكرة دي وانا مؤمن بها طبعا لانا في النهاية فيه طبعا فيه مدرستين وانا ادرب حسب امكانيات اللعيبة اللعندي انا ضد المدرسة او ادرب انا نفذ واجيبي لعيبة لانا عايزة انا من مدرسة انا ادرب واجيبي لعيبة لانا عايزة واذا دربت انا جيت على لعيبة موجودين في غسط سيزن حقول للإدارة ما تطلبوش مني حاجة انا حمد السيزن ده عشان يشوف مين من دول ينفع معي هيبقى معي السيزن الجاي لكن انا السيزن الجاي هحتاج كذا وكذا وكذا لاني هلعب بالطريقة دي لاني هو الفترة في ايه لاني طرق اللعبة بتختلف يعني الطريقة اللي بيلعب بها جوراديولا مش اي لعبة تعرف تعملها وكمان لو تخلى لو تخلى عنها تبقى لإمكانات اللعبة اللي عنده مش حقق مش حقق جوراديولا هيبقى زكي جومة اي حد تاني ففكرة اننا وهو على فكرة جوراديولا مش بلعب بطريقة واحدة عكس الناس تصورت كثير جوراديولا ليه في كل الطريقة تلات اربح تفريعات هو السيست من العام بس بأسسس الناس بقوح بالزبط يعني انا عندي استحواز عندي بساطق سيارة لكن الحلول بقى في حركة اللعبة في الصناعة المساحة بالزبط وخلق الفرص يحدونها في غلق المساحة ده اللي بيطور او ده اللي بيطور وبيغيرك جوه المباراة من كتير كل ربع ساعة كل عشر ديائق يعني بيعمل ده وبالتاني انا لو غيرت ده هبقى حد تاني فانا انا مش من مش من المدرسة ان حسب الامكانات انا ماجي في وسط السيزون بس يعني انت جبتني في يناير واللعبة هيا هيا ما تجيش تقولي في يناير انا عايز اخذ البطولة حتى لو انت الاول على الدول انا ياسف خليك مع المدرب بتاعك اللي خذك الاول على الدول ليه لان انا عايز انفذ اللي انا قدر اعمله وقدر اكسب انت بتتكلم في المدربين السسنائيين في العالم ما عندي مورانيو وعندي كونتي لا انا اقدرولك عشر المدربين بالمستوى السسنائيين انت عندنا من الملايين المدربين ايه ما عندي انا ماجي اقول مين الفرق اللي خدت الشامبيونز ليج في العشر سنين اخير طب عندنا مين في مصر ممكن يعمل كذا مدرب طيب نروح لسؤال تاني ملاش ملاش الاسئلة الصعبة لان عندنا مشكلة في المدربين المصريين لا فيه مدربين كويسين انا مثلا اه يعني انا بجلال انا رأي انهم مدرب كويسي او انا معاف وبيفكر بطريقة بطريقة كويسة اه عندي علي ماهر مدرب وعد وممكن بس هو المشكلة في ايه ايه الفرق بيننا وبين الاروبيين او المدربين دول القراءة والمعرفة والقراءة ليه نوعين قراءة بالعين وقراءة في الورقة قراءة بالعين ان انا بقعد اتفرج على مباريات كثيرة جدا واقدر اعرف سر التوليف وانت ممكن على فكرة انت ممكن تتفرج على فريق مئة مرة مداش تعرف سر التوليف دي موهب يا ماذا احنا كنا نتكلم على خزي مدرب الله خزي عبقر في دارة المباريات الكبرى فضيع شوف كل المباريات الكبرى ما يخسرهاش موهوب في ده فبرضو المدربين طب لقيت له سر او طبعا جوزي عنده حاجة مهمة جدا ارتباط اللعيبة وبتنفيذ اللي بيقوله في الملعب او انا رأي انا خالي على علاقته بالاهلي علاقة لعبة الاهلي بجوزي زي علاقة لعبة منشستر او برشلونة او بيرلم جورديولا انا عايزك تشوف الاتنين في الملعب بالطرف الثاني مع لعبته بيديره المغرية الزي شخصية اه طبعا مع فيه فرق في الإمكانيات عشان بس المناس متبتكر شخصية على الشخصية هو زي حب باللعيبة مني وخوفهم مني واخد منهم كل حاجة بحب بحب انا عندي لعيب زي الثاني الألماني اه ثاني انا رايح انا رايح انا رايح انا رايح انا رايح انا رايح حيب ألم بروان مع اني جورديولا كان منديله كتف ايه بره شو بيعرفين وبعدين ايه ولا مرة نزلوا خزر يعني ولا مرة بالزبط لو حتى دقيقة نزلوا خزروا ورغم ذلك ايه دي ما انتعرف جزء بسميها ايه التربية النفسية انا بربي نحيب نفسي شخصية شخصية بربي نفسي ازاي يقوله ان انت محتاج جهة يا سبحان الله شخصية كما ما وهبه من عند ربنا شخصية ما وهبه من عند ربنا طبعا تطورها لكن ما تغيرهاش او تجددها او تعيشها اه فعلا او حتى اشوف اشوف كلوب مع العيبة تليفر بول قول الزبط بيبقى احيانا قاسي جدا عليهم ودلهم هم مبتسمين وتحسن فيه بعض مشاكل في الملعب او مهدومة اه وبسلا يعني مثلا يعني تقول ايه اكيد غرفة اللعيبة دي نار لكن ما حدش يسمع انا حاجة ولا يعرف ماذا يعرف وحتى كلام كتير كتبتوا الصحف بسا عن بعض حاجات داخل غرفة اللعبين في ليفر بول لكن ما حدش يقدر يعرف ايه حصل وده كان من اسر نجاح يعني غرفة اللعيبة غرفة اللعيبة من اسر النجاح ايه فريد بالزبط يعني احد اسرار الفرق دي حقيقة هي الغرفة دي حقيقة دي حقيقة ان شاء الله ترجع تاني الدنيا يبقى غرفة اللعيبة كلها سر عندنا كمان في مصر تعالى بقى ندخل في اللي بحصل ايه دي ايه اللي حدرك فهمه من المشهد الرياضي في الاسابيع هو طبعا اه انا بس عايز اقول بالنسبة للأزمة لبنيني الاهل واتحاد الكرة انا عايز اقول الاتحاد الكرة معلومة بسيطة جدا وسازجة جدا وواضحة جدا الاهل لعب بطولتين في افريقيا ولعب بطولة العرب يعني الفريق الوحيد اللي في مصر اللي لعب بطولتين ولعب بطولتين ولعب بطولة العرب يعني لعب زي كل فرق وهو اقل من منافسه في عدد المباريات هو ازياد في عدد المباريات يعني منفسه اقل في عدد المباريات اللعب طب ممكن حد يشو واحد ده تمي ازاي يعني انا لعبت بطولة افريقيا وخلصتها ثم لعبت بطولة افريقيا التانية وخلصتها وصلت لنهائي زي زي فرق اللي وصلت لنهائي الكنفدرالية ولعبت بطولة عليها زيادة لعبت في الدور المصري لعبت بطولة العرب والمنافس بتاعي عدد مبارياته أقل يعني اللاعب أقل مني طب حد يقولي في رجلة المسابقات في رئيس الاتحاد في أي حد دي تحصل إزاي إذا كنت انت بتنظم مسابقة أو بطولة طبعا المسألة هنا تسكلير واضحة جدا أن في خلط بغد النظر أنه مقصود أو غير مقصود لكن في خطأ مقصود أو غير مقصود والاعتراب بالخطأ مش عيب هو طبعا في البيان فيه كلام أنه لم يكن موفقا وحاجات زي كده لكن عيب وانت بتدير المسابقة بالحجم ده أنك تغلط أو أخطاء محدودة وغير مؤسسة عيب عيب أنك تغلط في التنظيم لسبب جوانا وأنا رأي من الأخطاء حتى لو مقصودة كان لها أسباب يعني واضح جدا الإدارة بالخوف كانت واضحة جدا إدارة خائفة أحيانا إدارة كما تبدو كما لو كان حينها مكسورة يعني فيه حاجة لازم تنصع وتستجيب وإنك أما يطلب منك أنك تضغط على الأهلي فتضغط وإما الأهلي يطلب بحقه تعمل ما أنت السامع وما أنتش موجود أعلم الحقه كمان لا أنا أقول حقه تعمل إنك مش موجود يعني بدل مسألة كما لو كان فيه حد ما فيه جهة ما شخص ما مجموعة ما يهمها إن الأهلي يبقى فأسنا طول الوقت ربما بتكره مجلس الجارة بتكره النادي ما أيا كان السابق لكن فيه فيه سامسنج راب واضحة جدا إن فيه حاجة خطأ من كل حق ينادي أي نادي في مصر من كل حق ينادي في مصر أن يطالب بحقه وأن يحافظ على حقه من أصغر نادي إلى أكبر نادي فيه شيء وإن يبدو هو خافي للجميع لأنه هو واضح للجميع لأنه حاجة موجود يعني مثلا إيه في البياني الأخير قال حاجة موجود ما حصل الاجتماع الأول عشان يشوفوا المبارات وعادة البكاء ومبخية وبعض وكلام من ده قالوا إحنا أول يوم ما وصلوش لنتيجة يوم الحد فقالوا كده في التلفزيون خبر غريب قوي سوف ناجد حلا يرضي جميع الأطراف أول ما سمعت الكلمة لدرجة أن الفكرة تكتب عليها مقال في الأول هكتب عليها مقال في الإدارة مفيش حاجة اسمها حل يرد جميع الأطراف في حاجة اسمها الحل الذي يرتزب بالقواعد والعدال فقط معروف مفيش حاجة اسمها ليه لأن جميع الأطراف مصالحها متضربة ومتنقضة فكيف يمكن أن يرضى جميع الأطراف أصحاب المصالح المتضربة والمتصرع والله تتصل إلى حد الشرشحة وخناهات خناهات الشوارع دول حوافق استحالها يرضوا أساسا استحالها بما أنك تبحث عن حل يرد جميع الأطراف أول حد ما يقولك أنا بدار على الحرد يرد جميع الأطراف أعرف أنك أمام كارثة بالضبط أعرف أنك أمام كارثة بالضبط اسمها أبحث عن الحل العادل الذي يلتزم بالقواعد هو يحقق العدالة أنا معك هو ده طبعا هل أنت اتبعت قواعد عدالة في المسابقة نهائيا لا نهائيا الأسباب الأسباب ترجع الخوف انكسار العين أحيانا مواضحة جدا أنك مكسورة خايف يعني في حاجة مش مخليك تتصرف صح وعايز تتصرف غلط طول الوقت وحس إن ده بيتجنبك مشاكل أو هتستفيد منه يبتجنب مشاكل يبتستفيد وانا ما عنديش معنى تاني غير كيف اللي أنا قلته ده وبالتالي أنت وردتنا يعني مثلا ما ييجي مثلا إيه جمهور الأهلي وأنا طبعا ضد ده تماما تماما إن في واحدة المبارات هتبطد شخص ما فيبقى حضو في اتحاد الكور هو اللي ياخد الهتفات لأنه باللغة التي لا يفهم حكم البرابدة في مباراة إفريقية هو اللي ياخد الهتفات وصل على الاتحاد الإفريقي عشان يعاقب الأهلي ده إيه ده نفين ده وأنا على فكرة ضد ومع أن يعاقب الجمهورة عندما يخطئ بالمناسبة لأننا ضد الرياضة الرياضة نحن لا نحارب نحن لا نقاتل نحن لا نمارس عامل أن يتعلق بالحياة والموت ولا بالكارير في الحياة يعني حنكسر الدنيا أو حنتخلف لها رياضة نحن بنلعب رياضة الجزء فيها ترفيه فيها جزء التعلم حكم في الحياة والمصابرة واكتهاد يعني فيها حاجات أنا كجمهور أهم حاجة بالنسبة لي أن أنا بستمت وبالتالي فنها كورة بيجرى وراءها 22 لعب عشان مين فيهم يقدر يحطاه بين الثلاث خشابات أكتر من الآخر ويحرص فيها هداف أقام فأنا عارف ده وبالتالي ما ينفعش نحولها إلى صراع أو سباب إلا شتائم لكن عايز أقول أن جمهور الأهلي تحديداً في التسع شهور الأخيرة تعرض لكمية من الضغوط الرهيبة التي تدفع إلى ارتكاب أخطاء يعني كما لو كان في حد بيحرط الناس مش فاهمة الأهلي عاند مجلس الإدارة تخني مع مجلس الإدارة أنت حر لكن الخروج على الأداب العامة الخروج على القيم والتقاليد أنت بدون ما تاخد بالك بتسيء أنا بكلم على كل أي حد مش حد محدد بكلم بشكل عام بيتكلم في العموم في العموم أنك بتسيء لكيان مهم جداً من عدد كبير من المصريين ومش هنخش في حكاية من الأكبر والأصغر دي حكاية محسومة ومعروفة وأي كلام فيها من باب الهزيان أو الهزار يعني بنظر وبالتالي هم جمهور الأهل في مصر هم خمسة في المية من جمهور مصر خمسة في المية من مئة مليون أنا بنكلم على خمسة مليون أنت ما تغضب خمسة مليون والخمسة مليون مؤثرين أنت معنى ذلك طب أنت عايز من خمسة مليون يتصرفوا ازاي مش هقول لك أكثر أنا خمسة مليون مأسف أنا مؤثر ليه؟ وبتدفعهم ليه؟ ليه؟ عايزت منهم ايه؟ أنا بقى طول الوقت نديهم بين الشيطين طول الوقت مجلس إدارة بيوهان طول الوقت أنت ضغط عليهم وانت فاهم أنك هتفصل ما بين مجلس الإدارة وجمهور الهات ده مش صحيح حتى لو مجلس الإدارة آسف أخطأ برضو مش هتقدر تفصل باللتين انت سواء كنت جهاز أو مسؤول أو دولة أو شخص أو أي حد ما تسوح تعرف تفصل ولو عملت الفاصل ده فتخيالك فانت بتبتكب خطأ ضغم جداً الفاصل بين أن مجلس الإدارة في رأي عمل غلط فما بحاسب مجلس الإدارة فجمهور الأهلي حيقبل ده ويثبت ده تفكير غير سليم وغير علمي ولا يخبع لأي معايير أنا قلت قبل كده تأكيداً لكلام حضرتك قلت الأهلي ومجلس إدارته ووجهين له عملة واحدة اسمها عملة الأهلي مجلس إدارة الأهلي غلط حيحاسبه أعضاء ناديه وهيحاسبه حيحاسبه لو فيه خطأ ده مؤكد وبالتالي فكرة إنك تخش طرف ده خطأ خطأ كبير فانت عايز أقولك حاجة أما خطأت أما ماشتموا مهين مجلس إدارة الأهلي وهيني النادي الأهلي شيء طبيعي إنه كمهور الأهلي أنا بقول أنا بحرّضهم يا جماعة وبعدين أنا بحرّض إيه بحرّت شباب مراهق ما بين 14 و 15 و 16 سنة ده انت شاب في السن ده لو عملتله كده هينطف كرشف فانت الكيان اللي هو بيحبه ومتماهي فيه ومات عشانه ومات عشانه فانت بتيجيت إيه تقوله ده أنا مش عارف إيه ده مش عارف إيه وعمال مسلط ناس عليه كتير ومسامح ومسامح في إنه وهان وبعد يجي يطلبه بحقه تقف تقف تحمي من يهينه طيب الجمهور ده انت بالظبط طالب منه إيه الجمهور ده عايز أقولك قدر يتحمل حاجات كثيرة جدا حتى في معيشته بس ما تحملش أهنا نادي أهلي ما بتحملش أهنا نادي أهلي لو بالتالي إذا كنتوا عايزين الجمهور يرجع المدرجات وكنت عايزين الجمهور يسلك سلوك رياضي وهتصرف بسلوك رياضي محترم الأول الكبار يتصرفوا بسلوك محترم إذا تصرف مش فيه مثل شائع إذا كان ربه البيت بالدفل إذا كان المسؤولين الكبار أو ما يفترض أنهم كبار كل همهم هو السب والشتيمة والإهانات وتوجيه الإهانات والبتاع لأي سبب طبعاً أنا في الحكاية دي عندي معلومات بس ما ينفعش تقلع لهم لا يسبب أياً كان فهل يجوق فأنت طالب من الجمهور إنه يروح المدرج أهل تعمل الكده ده مش صح يا استحالة استحالة وبعدين من فضلكو اللي بيحترم الأهلي هو بيحترم جمهور الأهلي أولاً مش عايزة ما تحترمش شريخ الأهلي أنت حر لكن احترم الناس أو التاريخ أو التاريخ ده ماضي ماشي لكن الناس بتحب النادي ده فاحترمها عشان الناس تحترمك وتسلك سلوك جيد في المدرجات لكن طول ما انت ضاغب لأنك انت طول ما تشيطن الأهلي طب ما انت بتقول الناس تحاولوا يقولوا الشياطين وده أنا بكلم الكلام ده لكل حد موجود في مصر شيطن الأهلي أو مجلس إدارته أو جماهيره ليست في صالح الكرة المصرية وليست في صالح مصر على الإطلاق بشكل أوبع علينا أن نحترم الناس عشان الناس تحترم الرياضة من فضلكوا من فضلكوا عملوا ده أحياناً النار تبقى تحت الرماد وما تاخدوش بالكوا منها إلا أما تولع فاحنا بنقول قبل ما يحصل أي حاجة كلام كلام محترم جداً وكلام مؤثر جداً وكلام بصراحة كله إيجابي كنت الأول بتدي رسال كده من بين السطور بس كانت الرسال دي كتواضحة جداً وصراحة جداً كنت أطلع فاصل عشان تشرب الحاجة السخنة بتاعتك ونرجع نتواصل مع الكاتب الصحف الكبير المبدأ الأستاذ نبيل عمر ونرجع نتشرف بحضراتكم مرة تانية أهلاً بحضراتكم من بديد لسه مستمري معاكو في الأهلي الليلة ومنورني ومشرفني الكاتب الصحف الكبير الأستاذ نبيل عمر وبجدة تحية لحضراتكم أهلاً بيك وأهلاً بجمهورك أهلاً بيك الأهلي طلب مطالب تحدي الكرة وعد أنه ينفذ هذه المطالب منها التقنية الفار منها أنه سيكون في فترة تسمح للكيد الأفريقي وأن العيبة تشارك في الأدوار التمهيدية إلى مدى مصداقية هذه الوعود أنا لا أستطيع أن أسق في تحدي الكرة كثيراً لأنه كان الكلام عن تقنية الفارق تحتم من كان مواجب تبدأ في الشهات اللي فات ومحصلش الحكاية أنه تكليف عالية جداً أنا في الحياة بقف عندها تكليف عالية كام يعني مثلاً 500 مليون دولار مثلاً يعني ما أمش فاك أنا أعتقد 30 مليون أعتقد إيه يعني 30 مليون تكلم كلام يعني مهم يك 30 أو 300 جماعة تأكدونا بالرقم يعني أعتقد 30 مليون 300 مليون دعا 300 مليون أبني بيوم استين أنا بحاول يعني 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 عايز أقول تمال العيب كورة لك أهم يعني فكرة اللوائح المنضبطة والقواعد المنضبطة دي فكرة غائبة يعني حتى عن التفكير فكرة يعني أنا ممكن أكون أهلاوي أو زملكاوي أو اسمعاللاوي أو ترسناوي أياً كان لكن لما خشي واتحاد الكورة ووعد على كورسي لازم أفكر في المصلحة العام ببقى حاجة واحدة بس مصري بالزبط لاهلاوي ولا زملكاوي ولا ترسناوي ولا اسمعلاوي ولا اكتحداوي ولا أي حاجة أبقى مصري فقط مصري فقط مصر المصلحة العامة كيف أجعل الدور المصري أحسن دوري في المنطقة كيف أنزع أعلى مسبقات في المنطقة كيف أرفع مستوى كرة القدم في مصري كيف يبقى عندي كيف كيف أبني عدد من المدربين المحترفين مش لمصر بس في المنطقة كلها كيف أبني أكبر عدد من اللعيب المحترفين داخل مصر وخارج مصر كيف أعمل أكبر عدد من الكوادر الإدارية داخل مصر وخارج مصر كيف أرفع مستوى التحكيم المصري أوصله إلى أعلى مستوى موجود في العالم أعمل مدرسة التحكيم في مصر كيف أعمل بعثات التحكيم المصر لدينا شيء كثير يا الله أزنبيل ممكن نعمل بكرة الصبعة الدنيا تتغير أنا أجب كل تفكيري مش تفكيري من يبقى الوكيل من يبقى السكرتير أول مدير أرض الأهلي أو أرض الزمالك أو أرض الإسماعيلي أو أرض المصري أو أرض الأولمبي أو أزنبأ ده أو زوء ده أو حوت ده دي غابة مش دي غابة يعني عايز أقولك حاجة ما حدثة طيب أنا عندي كام دولة هتلعب من شمال أفريقيا في بطولة الأمم الأفريقية الحالية تقريبا كل دول شمال أفريقيا تونس المغرب الجزائر ليبيا مصر مش كده شمال أمصر ليفعل مش كده ألا معقولة التونسة والمغرب والجزائريين قدروا ينظموا ولعبوا كان عندهم موسم إثنائي فأنا كده يجيني تصور نحن دودا عن كل الدول أفريقيا جلنا زلزال جلنا بركان آه عندنا زلزال أو بركان اسم إثنائي لم يحدث في أي دولة غيرنا يعني إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها موسم إثنائي لكن كل دول أفريقيا اللي خلصت بطولة في شهر 11 بدأت بطولة تانية بعدها ما كانش عندها موسم إثنائي طب ممكن نسأل اتحاده الكرة وأقوله طب لو سمح طب عشان خطرنا طب عشان تفهمه إيه بعد حد من عندك من مسؤوليك يروح أي دولة من دول أفريقيا يقول لنا أقدروا الموسم إثنائي ده إزاي أنا لسه السفاقسي كان بيلعب الأفريق السوري أفريق التونسي كان بيلعب معنىك ما ظنني من يومين تلعت من يومين من يومين وغطل الدوري المغربي متحدد من أربعة أيام اشمعنا أنا عارف على فكرة لا أنا عايز أقول بس يعني إحنا بنتكلم أنا عايز أقول لك فكرة ليه أنا بشك أنت بتسألني على الأسق أو لا أسق أنا لم أقدرش أسق بأسبابي وإحنا يعني طول الكلام وأنا طبعا محترامي اليوم طول الوقت بتكلمه عن موسم إثنائي على عيني وعلى رأسي بس الموسم إثنائي دا كان موسم إثنائي مصري والأفريقي ولا موسم إثنائي تونسي أفريقي جزائري أفريقي مغربي أفريقي نجيري أفريقي جنوب أفريقي أفريقي والله يعني عد يعني هم بس يقولوننا والله إحنا بس دونا عن كل دول أفريقية اللي كان عندنا إحنا اللي احتفظنا أو اختصرنا أو أخذنا أو احتقرنا الاستثناء وإحنا ما عندناش موسم إثنائي إحنا عندنا إثنائي طيب حافرة إثنائي عشان إحنا حننظم بطولة أفريقي بطولة أفريقي الدولة المصرية وكل أجهزتها كانت طرفا مباشرا في تنظيم البطول وليس يكون الاتحاد الكرافقة تمام مصر كلها كانت ورد تنظيم البطول تمام لأن إحنا عايزين ننظم بطولة نقول أن مصر نقول إحنا مصر 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 الجديدة مختلفة ومستقرة وعظيمة إن شاء الله وقادرة على تنظيم أفضل بطولة أفريقية اتعاملت طول بطولة أفريقية كلها إن شاء الله بإذن الله وأنا اتفرقت يعني وأنا في القاعد بانتظر في القناة فوق اتفرقت على الاستادات الست استادات اللي هما هتنظم فيهم البطولة عايز أقول لك أنا كن قلبي بينشي يعني مبسوط مش مبسوط كلمة مبسوط تزده فخور فخور يعني هنا بتفرج على استاد القاهرة يعني احنا ممكن نعمل اهو كل حاجة طبعا طبعا يعني هايز أقول لك المصريين دول على قد بعملوا أي حاجة بص بص مش بتاعتهم من الإنسانية وسع جدا منتهى الكسر ومنتهى الجدية والسرام فيهم كل حاجة منتهى الفهلوة ومنتهى الأخذ بالأخذ باب والمعرفة بالضبط حسب الأشخاص أنت عايزين تجيبها كده اتنور تجيبها كده اتنور على رأي الفهلوانية للشوار احنا كل حاجة وعكسها نرم كل حاجة وعكسها الاتحاد الكرة المصري والمفاجئة بقى يعني المعنس هاني بريدة أنا أعرفه معرفة شخصية معناش صحاب أعرفه معرفة شخصية لأنه كان بيحضر معانا في الأهرام في بطولة الأهرام للإسكواش في الغرداء فقابلت مرة واثنين وثلاثة واربعة وكنت أرى فيه حاجة عظيمة جدا كإدارة وأنه أما يبقى رئيس تحاد كرة ده حيبقى مفيش في الحقيقة أنا فجئت كلنا كنا أنا فجئت أنا فجئت بقدر أسدق الكمبروميز وعايز أقول له صناعة الكمبروميز في الإدارة صناعة الكمبروميز في السياسة في السياسة ووضع سياسات في السياسة فقط لكن في الإدارة الإدارة تدار بالضبط بنظم وقواعد بالضبط مش بكمبروميز أنا مش بكمبروميز الأهل عزيو الزمالك عزيو والإسماعيل عزيو ما تيجوا يا جماعة نعمل كمبروميز مع بعض ما ينفعش وفيه توازونات ما فيش توازونات فيه قواعد انطبقت على الاهلي غصب عنه وتنطبق على الزمالك غصب عنه وتنطبق على الإسماعيل غصب عنه قلال للمصلحة العامة اللي اتفقنا عليه لأن مصر أنا عيني على مصر مش عيني على الاهلي عيني على مصر مش عيني على الزمالك عيني على مصر عيني مش على الاتحاد عيني على مصر ولا الإسماعيل ولا المصر لا عيني على مصر إذا كانت مصلحة مصر محا مصلحة هذه الأندية في لحظة ما فأنا بعملها إذا كان مصلحة أي نادي فيهم يهدر بمصلحة مصر آسف مصر أولا أنا بقول لك أهلو كلنا كأهلوية فقاش في ظهر ما بنحذرش لو المصلحة فعلا بتقول كده هنا بقول لهم قواعد سارمة مطبقة حطوا بلان للكرة المصرية عشر سنين عايزين كم حكم عايزين كم إداري عايزين كم مدرب عايزين تعمل وإخطة لعب إيه عايزين بطرات الشركة فيها شكلها إيه عايزين بموقع المنزق المنزق يا فندم حط خطة لعب للخمس سنين لقدام دوري وكاس تقدر أو تقدر العلم يوتيح تكنولوجيا يوتيح ده ليه الجداول الدولية بقيت معروفة بقيت كل البطولات يعني مثلا أوروبا فينا نبتلعب في الدوري الأوروبي في الدوريات الأوروبية عارفة كل المواعيد البطولات الأوروبية سواء أوروباليج أو شامبيونزليج المواعيد الدوريات كأس أمم أوروبا دلوقتي خلاص وده داخل جديد الدوري للأمم أوروبا غير بطولة أوروبا غير كاس العالم والتصفيات بقيت جداول معروفة يعني أقدر أخطط ونظم وعمل نحنا جات نقدر فأحنا نحنا نقدر هل تملؤ الفكرة أنك عايز تدرب متعلم أنا يا فندم أنا يا ابني إيه لو بعدت كوادر كوادر تقعد في أي دوري من الدوريات العظيمة دي شو بيعملوا إيه إيه المشكلة متعلم أنا متعلم وأنا أقول لا وأعمل قواعد صريمة تطبع قل ولا حد بقى يدخل طب يا جماعة احنا عايزين نعمل اجتماع مجلس إدارة الرؤسال اللي يجى عشان نتفق على الترتيب جدول على المبارات المؤجلة دا كلام رؤسال الدية انت سمعت عن رؤسال الدية بيعودوا في أي دولة أوروبية أو حتى نصف أوروبية أو حتى في كوكب المريخ بيعودوا عشان يقولوا حنا إنه ننظم مبارات المؤجلة إزاي دي مسألة دي مسألة تحد الكرة ديرها وديرها الوحد وديرها تبقى لقواعد معلنة صارمة واضحة ومعلنة من المنظمة ومنتهى الشفافية لكن طول ما فيه غرف مغلقة ومناطق معتمة هنظل هل ممكن نطلب من الانتحاد أن يكون الشغل كله في الغرف الزكواجية وتحت الشمس وتحت الأضواء الكشفة كل الناس تبقى شايفاكم هل ممكن يتم كده؟ وفيه لجنة اسمها لجنة الاندية نحن مش عارفين نعملها لأن فيها سرعه لأن طبعا مع المشكلة وفيه عندها حبيت كتير قوي بس هو موسم السسنائي أنا عايز أقولك نحن في حالة السسنائية دائما نحن في حالة السسنائية وموسم السسنائي السندي أنا يعني بابصم بالعشر ده كل حاجة فيها السسن؟ موسم السندي موسم يبين حاجات خير جدا جدا حاجات احنا مكنناش شايفينها وشفناها ده موسم السسنائي أنا عندي أغلى أنا عندي لعيبة عندي لعيبة موصل تمانا الأرقام خرافية عندي سوق انفجر من غير السبب حقيقي أنا عندي حاجات كتير عندي أزمة تحكيم عندي أكبر عدد من الحكام الأجانب داخلوا الدورة المصري عندي أكبر عدد من اللعبة الأجانب في حكام فيه لعبة أجانب فيه الوقتي لما الأهلي طالب بالفار اتضيف مصلحة الأهلي بس في صاحب مصري كلها كل اللعبة فيها طب الناس اللي بتزايد على مطالب الأهلي تقول لها إيه لا أصل مزايد على الأهلي دي قديمة المطالب آه على المطالب دي ودي قديمة أنهم يعني أنا أقولك حاجة غريبة انا بشجع علي و احيانا بكتف الكور عمري ما كتبت عن النادي المنافس اقولك حاجة انا فعلا نهائي نهائي و اذا كتب اكتب بالشكل الايجابي اذا كان في حاجة ايجابية كتب بس حاجة ايجابية و اذا انتقت انتقت في الجزء الايجابي يعني بسجع الجزء يكمله الجزء الايجابي جميل او اكتر نادي كتبت ضده انتقته والنادي الايجابي اكتر نادي انا شايف انها زائرة صحية جدا بقولك انا بكلم تلك مكتوب مش بكلم كلام انشاء انا مكتوب اكتر نادي انت تعرف يوم جون اللي جاي انراك وبقديه والقناة عملت تلت ايام اربع ايام اعملت الجون والحكم كتبت في الهرام هاجمت اقدارة الاهلي كما قال اسمها مناحة الاهلي بتقولهم الاهلي اكبر ان يقضي عيط على جونج به بالقيد فيه قال ايام اكبر من كده ايام اللي انتو بتعملو ده انا من حقي انتقت ناديه طالما اعلنت اني بشجع النادي ده وطالما اعلنت ان انا بنتامي لده ما ينفعش اتكلم عن النادي الاخر الا بشكل ايجابي حتى مع اصحابي على فكرة انا بشكل ايجابي لكن فكرة الاخرين اللي مشغولين طول الوقت كل الوقت يكسب فدرالية يتكلم عنها ده احاك ويسى لنا بس مش ويسى لنا اشغل نفسك بيا ماشي انا عارب ما هو ده اللي حسموا الاحتلال حقيقي انا احتلال امريكي هو الاحتلال الامريكي للعالم انت فاهم منك احتلال فكري احتلال فكري لا انت بتعمل ايه تلبس زيه تتكلم عليهم انا عايز اقول ان هو ما طول الوقت لا انا بقى انت خطول الوقت لا الفكري واحنا مسلمين يعني احنا كأولاء امور وكتب اما انا بقولك ده اللي بيحصل ايه طول الوقت ايه يعني انت عارف حتى احيانا المصحاب انا نوعد بيجي نتكلف امهم سايبين ويتكلموا على اهل فقال لكم طيب اتكلموا عن فرقكم انتهم مالكوا منهادي انا احنا عادينا احسن العيبة في الكرة الارضية قولوا أنت أعظم نادي شافيت الكوكب الأرض براحتك أنت حر براحتك لأن عناصر التقييم لا نملكها ولا أنت تملك العلم يملك المعرفة تملك والتاريخ لكن أنا أخي جمهوري أنا أصلا بشجع نادي كفرة هربوس بالنسبة لأنا بما أني بشجع نادي كفرة هربوس نادي كفرة هربوس هو أحسن نادي على كوكب الأرض وما لأنا بشجعه ليه بشجعه لأنه نادي ساي من وجه نظر هو أحسن نادي على وجه كوكب الأرض أنت حر بسم كفرة هربوس فلعايز أقول كل أنا بقول وأنت بتقول لكن في قواعد علمية في قواعد تقول من الأفضل من الأعظم في تاريخ في تاريخ في تاريخ في ترتبات زي أنا أقول لك بس أنا أقول لك فلان أعظم مخرج فلان أيوة ما يقول أنا مش فيه كاتوجريز وفيها زي الترتيب المدربين في العالم أنا ممكن أقول أنا دكتور على الأول مش كل مدرب متخاين نفسه هو أحسن مدرب بالزبط ولك أنا أحسن من جورديولا أنا أحسن من موريني أنا أحسن من اللي صارت أيها أقول لأنت عايزه يا لكن فيه فيه رانك للمدربين العالميين الموجودين نمبر واحد كذا بالمصفل نمبر اثنين كذا نمبر ثلاثة كذا زي التنس هو مش التنس فيه رانك اللي عبت التنس بالزبط المدربين الأندية اللي مش عارف إيه ده رانك كل واحد دول اللي أنا وعز وبالتالي هم مشغولين بالأهل يطول الوقت احتلال الفكري اه بالاحتلال الفكري وده عمل أزمة ديهم أكتر مما يجب أنا أقول لمنصحهم كذا يعني ركزوا في نفسكم ركزوا مع نفسكم أكتر ما تركزوا مع الأهل والله صحة كويس والله أنا يعني يعني فكرة يعني مثلا أنا فيه أندية أنا ما بتلعبش إحب spouse خرج عليه المد quantitative مدارة اللي من ش palavra ما يتحب وفي أندية اللي من العبش Haus أكتر من عادية ما هي مرتبط بهم أنا مثلا أنا بحب حيث ناتي كوننا بحب الاتحال أَن بحب عادة لأن أنا بحب مدينة اسماعليا. رغم منهم ما بيحبوش الاهلوين. بس انا عارف السبب وممكن اتجاوزه. والسبب باطل. والسبب باطل وغير صحيح. وكلمنا كتير جدا وقلنا اننا احنا واسماعليا واحد. لكن انا بحب المدينة وبحب. وعلى فكرة من اسماعليا من اجمل الناس. ما سبعد عن الكورب. انا متكلمش في الكورب. خالص. من اطيب ومن اجمل الناس في مصر. وقعدت لبور سعادية على فكرة. سعادية الشعب. من اجمل يا ناس دي. ناس دي. ناس مهزبة وكورب. او حاجة عظيمة جدا. بس ما تكلمش. تخشش معهم في جدل عن ندر مصر. اقولهم انا مصراوي او بالقاهرة. بس ما لديش في الكورب. طب قولي الحكام عشان الوقت بيجرم احداثك بسرعة. الحكام. الحكام الاجانب اللي احنا استعنا بيهم. هل هم اضافوا حاجة يعلموا الحكام بتوعنا حاجة. احنا كمتفرجين ومشجعين. قلنا لا والله دا في حاجة مميز جدا جي حاكم مباراة. والله عمل نفس الاخطاء اللي بيقع فيها حكام. عندما قلنا. لو حاجات شفت طبعا. طبعا. دا سؤال المطور الحاجات. واضحة جدا. واضحة جدا. واضحة. على فكرة. ما رولك حاجة قريبة جدا. حتى في الفار في الطولة كاسي العالم. وحتى في المباراة الاوروبية. رغم ان كان في فارك كان فيه اخطاء. لان اله. نحن ند بيرفكت. احنا مليش بيرفكت. مفيش بيرفكشن في البشر. وبالتالي فيه اخطاء. هو. حنا حاول نقلل بس. احنا حاول نقلل بس. انا فرقت علا مسي وهو مفرد بكل رأس وهو محتاجا بالجميع ودعى ضربات جزاء ودعى ضربات جزاء مؤثرة يا ترى مسي هو بيغلط هذا الخطأ قصده نفس الحكم هل هو حكم ده مرتاشي فاسد طيب فيه حكم بعيف جدا ده أصلا برا الجيم أنا بعمل اختبارات للحكام عشان أضمن لا وفيه مرتشي وفيه فاسد ده برا ده برا ده ميواجب أن نهدف منه ده اللي تكلم عليه لكن الأخطاء العادية الأخطاء عادية طبعا تغفر يعني يعني كرة خبط السرقاء ودخلت جوه الجرم وانا ما شفتهاش وما حسبتهاش الأخطاء العادية تغفر لكن الأخطاء اللي هي مقصودة فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء لا وفيه أخطاء من باب العين هو مش قاصد يغلط لكن هو عنيد من باب المجاملة لا بلا ده ده فاسد بالزط الأخطاء اللي فيها من باب المجاملة ده فاسد الأخطاء اللي من باب العين واجبت الحكم يتوقي لا يمرس نوعين من الحكام لا يمرس تحكيم حكم الفاسد طبعا ده يخش سجن لأنا جريما حكم لأنا كان هاضي لأم الرشوة جريما حد ذات الحكم الذي يجامل والحكم الذي يعاند واللي بيخاف ما هو بيجامل ما هو بخاف بيجامل أو بيخاف ده ممكن واحد بيجامل مش الله عليك لسان ومش خايف منك وبيجامل ده ده ما يحكيش ليه؟ لأنه فقد تعرف حدودك فيه حاجة اسمي حساسية العدالة أنا أم مفقد حساسية العدالة لأي سبب أنت عارف زي فكرة اللي بيقدم تنازلات ما بيقدرش يتوقف عن تقدمها اللي بيفقد حساسية العدالة في مباراة متعمدا خلاص بسبب بقى العند بسبب المجاملة بقايا كما تعالى يمكن يكونوا حكما عادنا مرة تانية مشتحيل يكونوا حكما عادنا مرة تانية خلاص ده خلص وأنا لو رئيس لجنة حكام أو فتاعة حتى هو لو الحكم نمبر وان عندي تمام لازم بقى ده بره قيمة تحكيم بره خلاص تمام لجنة التخطيط برأس الدكتور طوى اسمعيل شايفها ازاي؟ شايف اهدفها شايف تأثيرها طبعا الميزة في الاختيارات دي ان التلاتة تلات مدارس مختلفة جميل تلات اجيال وتلات مفاهيم لا مش تلات اجيال مختلفة تلات حتى مفاهيم مختلفة حتى انا بسمع الدكتور طه وبسمع خالد بيبو وبسمع زكريا نص جميل التلاتة مختلفين حتى في التفكير جميل وده كويس ده هايد ده هايد يعني انا ممكن بقى في اللاجنة وقالك ده لعيب كويس فنت تقولي لعيب واحد فنبتدي نتناقش في الصفات او المواصفات الخاصة جدا التفصيلية للعيب عشان نوصل هو كويس ولا واحد يعني بيقطع من صفقة دي ايه بيتحكم في الكورة ماذا قدرته على التحكم في الكورة طب ماذا دقة التامري يعني بتدي اعمل المواصفات النبينية لللاعب ما نختلف لكن لو انت قلتلي ايه نبيل كويس وانتا كويس خلاص يتفقنا عن النبيل فنجيب نبيل فنفاجئ انه مش كويس او ما قادرش يتحمل الفنا لان فيه لان فيه تقييم نفسي على فكرة من ضمن الحاجات التقييمات اللي بتمش اللعيبة التقييمي النفسي والزهني عايزة متخصصين عايزة متخصص الدكتور طاق اصمعين في الجزء ايه يعني من كلامه كتير بيتكلم عن التقييم النفسي والزهني ده مهم جدا التقييم النفسي والزهني انت ممكن تبقى مرتك عليه جدا بس في وص الضغط او وص الضغط والكلام ده كلهم مش هتعرف انت مين ازيزا لا خلط طبعا اعمل بك ايه هتبقى في الأقفير أصغر مكسر الدنيا خليك زي ما انت في الأقفير أصغير مكسر الدنيا لكن ما تيجي عنتني مش تعمل حاجة ما ما بتعالج اه بس عايزة جهد يا ناس كبير عايزة جهد اه يعني انت عايزة بقى عندك طبيب نفسي للفريق او محلل نفسي وبكتير ياخد بقدي لان لان اللي بيحصل في الخلل اما بيحصل لحزاز نفسي كمياة جسم بتتغير فانت بتاخد دوا يعيد يعيد كمياة جسم الحلطة الطبيعية فدي لأ دي حدوتة عايزة كل حاجة ده عالم كامل يعني ده يعني فكرة تحمل الضغط النفسي ممكن بس ده عايز تدريب وعايز معالج الجهاز ده واللعب ده استحق انك تعمل ده معامل ولا لا كمان لان ده في تكاليف كمان فلا انا رأي ان اللجنة دي حتادي نتائج كويسة وكان وكويس ان ان احنا عملناها بعد لان انا يعني ما احترامل الكابتن الخطيب وطبعا هو كالعيف وكالرئيس مجلس دارة فكرة ان هو مسؤول وانفاردا لازم عنده مستشارين كتير يساعدوه في اتخاذ خرارات منهم اللجنة دي مهمة جدا انها تبقى موجودة اكيد المنتخب اخير جزيان اتكلم فيها المنتخب واختيارات اجيري خلاص هو اختار الراجل انا انا طبعا مع المدرب اللي اختار اللي هو عايزه بدون من انا ما اتدخل فيها ازي ما قلت انا عايز اطري اللي حلعب بيها وانت هتنفذلي ده ولا لا انت حضرك شايف الاختيارات تؤدي للهدف بالنسبة الاجيري اصلا اجيري اصلا اجيري ما اعملناش يعني انا ما عندناش خبرات سابقه في اجيري في بطلاط اصلا المباراة التأهيلية المؤهلية دي انت بتلاقي فرق بتبقى في الرنك التاحها مخافط وبالتالي انت لسه ملايه حقيقية اه فانت ما عندكش ملايه حقيقية للكشف الملايه الحقيقية بتبقى في المباراة الصعبة اما عندي مباراة صعبة لان انا بحكم يعني مثلا احنا عندنا مثلا ماخذ على نسارتي في المباراة الصعبة احنا مستمحينه لانه في نص سيزن يعني لكن انا عندي كل المباراة الصعبة فيها مشكلة المباراة الكبيرة عندي فيها مشكلة لازم نحترف بدأ ولا إما بننهزر يعني وإحنا بنقيم نفسنا لازم بنقيم نفسنا صح هو اه على فكرة هو له رنك عالمي يعني هو رقم سبعين على العالم يعني هو من المدربين اللي لهم رنك مقيم برقم سبعين هو رقم سبعين على العالم لكن انا عندي مشكلة حاجة المشكلة لانه جاي في نصف السيزن فمعرفش كل الناس انه لسه التقييم لان فيه ناس كثيرة اصلا في نوقع يعني فيه مداربين كثير معرفش تدي الفرقة في نصف السيزن ايا كان مستواك ومعرفش علاقة بفكرك وتقييمك يعني ما يدرش يقائي ما يدرش يدير يعني انا بنافس على البطولة فانا داخل في الضغوط من اول لحظة ومش انا اللي نشكل الفرقة دي ولسه بدراب على فكر جديد فبحتاج وقت اطول بس فدي مشكلة فلا اجري ما اقدرش يقوم عليها لا من البطولة للأسف البطولة دي هي اول عندنا لعيبة كويسية اه عندنا لعيبة كويسية عندنا اه عندنا لعيبة كويسية سي كنتنا في المدرب المشكلة هل هتوسط لا المشكلة المشكلة في المدرب قبل كده اللي هي التوليفة في حاجة اسمها باسميها التوليف السحرية التوليفة السهلية مش هما أحسن 11 لعب في كل مركز بالضبط هما أحسن 11 لعب يعرفوا يلعبوا مع بعض عكس التصور في الناس يقولك ايه أنا باخد أحسن 11 واحد في مركزه لا طبعا ده جزء في الأول بعمل كده لحد موصل لأحسن 11 واحد بيعرفوا يلعبوا مع بعض سألت حالك عليه هل الاختيارات هتؤدي إلى الغرض المطلوب أو الهدف المطلوب من بعض المباريات كان هناك سجان بين بعض المجموعات الموجودة بين اللعبة الموجودة لكن هناك لعبة طبعا يعني أنا من الموجود سأختار لعبة تانية يعني حدرك ما حكمتش على أجيري حكم واضح لا مقدرش أنا ضد الحكم بتاع 4 مباريات لا يعني فيه بتشوفه يعني بتشوفه الرجل شايف الملعب غار كويس طب افرد افرد انه فاجئني ما هو أنا لازم ادي نفسي أنا في كرة القدم تحديدا ما بعملش رشي في الحكم ما بعملش التسرح في الحكم ليه؟ انت بتتعامل مع عنصر بشري العنصر ده متغير وعنصر مش ثابت زياني انت متخير لو أنا مع مدرد بيتعامل مع عناصر ثابتة ومستقرة طول الوقت بيتعامل مع عناصر لكن انت اللعيب المصريين كمان أنا باش باع تعلم برا مش باع لعب برا انت ممكن جوه المطش مش حولك من مطش بطش البستاك بتغيط انت جوه المطش الواحد مستاك بالغاية لان التركيز اللعيب طبعا احنا علمت للمشكلة دي نسبيا دلوقتي التركيز ممكن يقل نسبيا ممكن حاجة تشغيلة كنت في الملعب اللعيب المصريين عندهم بعض مشكلات خاصة غير المحترفين المحترفين برا خلاص تعلموا على التركيز لكن هو أنا عجبني فيه انه أنا من الناس اللي بتحب الكرة الهجومية ما بالزبط يعني دي حاجة مثلا هو بيميل الكرة الهجومية هو بيميل الكرة الهجومية هو بيميل الكرة الهجومية ووظف علي غزال بطريقة لانه عشان بيهاجم فوظف علي غزال انه يبقى مدافع خامس فنق من نص البارع يعني برضه فيه افكار يعني عندي احساس انه عنده افكار يعني على اللعيبة يا ربنا وفره المحمدي برضه من اسماعيلي وقد ووظفه بطريقة مختلفة واكتشف فيه حاجات احنا ما كناش شايفينه فيه حاجات علامات لكن كمان انا زي ما قلتلك ما قابلش حد اقدر اقول عليه المدرب ده فهم ايه اللي بيحصل في الملعب وغير تكيكو فكره بناء عليه اوكي الحضور الجماهيري شايفو ازاي هيكون ازاي يبقى فيه حضور الجماهيري كبير ده حسب تذكرتي فهمت ان فيه مباراية خلصة جميل مباراية خلصة تتكلم اهل عشرة ده متوقع المصريين بيحبوا الكوره على فكرة اه 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 صحيح انا طبعا اه انا من فلسرة السودى ما تنسى لتذكره في الاول بتيين جنيون والكلام ده كله لاتبقى 250 الى الدرجة التالتة اه لكن اه اه التجربة بتثبت ان اه 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 ماتش اولان خلص تقريبا من درجة الثالتة خلصت ده معناها ان الجمهور موجود وغير كده يعني مثلا اختيار اسماعليه اختيار موافق اختيار سكنديه اختيار موافق دي جماهير بتحب الكرة وحتروح السويس وجود التونس حيشال الجمهور بيروح في السويس وان كان وخصوصا جمهور اهل وزمالك لو كان كمان معلوم بقصد لعبه كان حيزود ده جماهير تونس وغير المدرب ما بيفكرش في الحتة دي ان انا ممكن احط لعيب يجيبلي اكبار جماهير كبير جدا يجيبلي دعم جماهيري اكين يبال عفار انا ارأي ان كان ممكن مدرب تونس اللي هو لانجري لانجري سياخد علي معلول لكن يبدو انه حصل منهم مشكلة يعني يبدو انه اشتبكه مع بعض لا في كده انا بعض الجرارات التونسية في اشتباك حصل لدرجة ان رئيس تحاده كورامال محاولش يقنع علي انه يرجع انه يرجع محمد صلاح هنشوفه متقلق العدف في البترول الافريقية ولا شايف ايه محمد صلاح من ساعة ملاعب دولي وهو جيد جدا مقلش باي حال من الاحوال من هو شاب من هو ناشئ صغير مقلش في اي مرة من المرات عن جيد الحد القده لمحمد صلاح مع منتخب مصر تراجع كل تاريخه جيد ودي علاء من فضلكه راجع كل مبارياته هتكتشف الحكاية دي في ناس ازنابيل متخوفة ان محمد صلاح متخوفة من محمد متخوفة عليه محمد صلاح بعد ما وصل الفورمة الهيلة بعد طولة اوروبا كمان لا طبع هتقللي نسبيا ده شيء طبيعي لا يعني ممكن يخاف محمد من التحمات ممكن الناس تبقى الان عليه من التحمات هو هو لحد دلوقتي لحد دلوقتي من ساعة ما تأهلنا الكيس العالم والعبدة نهائي بطولة افريقيا اللي فاتت كان بيقدي دوره كاملا غير موقوص ولم يبدو لم يبدي عليه اي تغيرات وكان بيقى وطبعا ورحك استعلم وبلعف الفربول ولكن يعني لانه كان متصاب في النهائي المهم يعني ما بهمش عليها مفيش اي حاجة هل ده حيحصل ممكن يتغير اشك 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 انا اشك انا اغزاء اتصور ان محمد صلاح طب مش متخوف عليه طبع متخوف عليه بس السبب بتاع ربنا اكيد بتاع ربنا لكن هو كمان لكن هو كمان هنا بقى دور الحكام زي ما بيعملوا في اوروبا بيخافوا عن نجم انا عايزك تتفرج على كل مبارات يخافوا عن نجم اي حد الفاولات الفاولات العادية الفاولات العنيفة نسبية ضد اللعب العادي ممكن غير انظار الفاولات العنيفة نسبية ضد النجم انظار من اول لحظة او طرد بالزبط بلاش ده ليه؟ لانه دول هما الجمهور والرودة الرياضة كلها والدنيا كلها اي معلوم هما وبالتالي اذا انت حرمتني من نجومي طب ما خلاص ما تقفل دو كانوا تروح فانا باكلم من ثلاثة انا فانا انا رايي ان حكام افريقيا طبع فيه مشكلة فيهم لكن اه اتمنى ان يكون فيه تعليمات ان نجوم الكبار اللي بيلعبه في الاندير كبيرة انا عندي ساديومانية وعندي لعيبة كبيرة يعني ان يجب ان اللعيبة دي يتم المحافظة عليها داخل الملك وتتقال ده بدون التعليمات الموجودة في اله اثنانات مستتمعات ميز ajudar انا اقولك انا كلاعيب كرة انا ضد اللعيب اللي خشي بالتعامات من غير سنة تكرة استخدام العلح بصل اللاعب الزكي أمهر وأكثر فايدة لفريقه من اللاعب الزكي أمهر محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو حتى أنا ما بتفرج عليه في فربول ما عندوش التحامات عنيفة جدا ما عندو التحامات بس مش للدرجة العنيفة جدا يعني التحاماته أقل أقل من ساديوماني ما بكتير التحاماته أقل من ساديوماني هو لعيب حريص على نفسه هو دي طبيعته طبيعته في اللاعب فيه لعيبة كده لكن فيه لعيبة يعني معكيد يعني مثلا مرام بوحسن يلتحم بقوي بأي قوي يقبط دماغه يقبط رجليه ما دوشمه طبيعته كده فيه لعيبة كده بنسبة كم بترشح مصر؟ عشان بتلعب على ملعبها؟ لا لا بتلعب على ملعبها طبعا إحنا يعني أنا أنا من جمهوري اللي حضر مرة بطولة أنا رشحها بنسبة 60% مش أكثر من كان 60% 60% 60% خوفتني خوفتني كنت أقول لك شكر بس خوف البطولة صعبة جدا 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 أنا معك أنا قلت في الإنترو بطولة صعبة جدا من فضلك من فضلك راجعك حجم اللعيبة المحترفين في الفرق ومستوياتهم فرقة تونس فرقة كبيرة جدا فرقة الجزائر فرقة كبيرة جدا فرقة المغرب فرقة كبيرة جدا فرقة ناجيريا فرقة كبيرة جدا فرقة كبيرة جدا صحيح أنا فرقتنا كبيرة بس أنت ما هو الفرق الكبيرة عبارة أن المستويات متقربة تمام انت فاكر برطغال إما نعبت كاس أوروبا على ملعبها إيه اللي حصل قسرتها ورعت خدتها في حدة تاني يعني برطغال ما خدتش كاس أوروبا على ملعبها وخدت برا ملعبها احنا خدنا كاس أوروبا على ملعبنا وخدنا مرتين خارج ملعبنا تلف مرات يعني مرة بركينا فاس ثم خدناها في مصر ثم في غانا يعني عايز أقول ثم في أنجول يعني عايز أقول الاستعداد النفسي والزهني أنا في الحقيقة النوسم المضلخبط اللي حصل في مصر ده السيسناء السيسناء ده مش قادر يخليني أحكم يعني يعني هل هل حنقدي زي زي ما قدينا في 2008 أو 2010 ان شاء الله احنا 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 2008 أو 2010 ناخد البطولة مستميح جدا يا رب على فتنة احنا مكناش أحسن لعيبة في البطولة بمعنى الفردية بس كنا أحسن فريق جماعي في البطولة أحسن فريق بيلعب كرة جماعية في كل التلاث بطولات اللي خدناها أنا مشهورك شكرا جزيلا ودايما بستمتع بك وبجرامك وبقراءك وبتصرحتك اللي هي بتبقى قوية في بعض الأحيان ويعني تدي كده شكرا جزيلا صاروخي شكرا جدا شكرا جدا دايما بمتشرف بك بعد الفصل يكون معنا النجم الكبير الكابتن صدي الجمال نجم الأهلي السابق مشهورك شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلليلة فقرة فنية نلقى الدوق فيها على الرؤية الفنية في فكرة تأجيل عدد من مباريات الدوري أو أربع مباريات المتبقية في عمر مصابقة الدوري العام إلما بعد كهس الأمم الإفريقية وأيضا نلقى الدوق على الاستعداد للموسم القادم والخريطة الإفريقية التي حددها الاتحاد الإفريقي في الفترة القليلة الماضية بالإضافة إلى ذلك التفاصيل الفنية المتعلقة بكأس الأم الإفريقية التي ستنطلب في مصر إن شاء الله يوم الجمعة بعد القادم في هذه الفقرة الفنية بيشرفني وبنورني الكابتن صديق الجمال أحد نجوم الأهل السابقين كابتن صديق منورنا وشرفنا وأهلا وسلام بحضرتك أهلا بك كابتن محمد وكل سلام وتطيب وحضرتك طيب وبصحة وسلام دائما في البداية الرؤية الفنية فكرة تأجيل عدد من المباريات وتحديدا آخر أربع مباريات في مسابقة الدوري لما بعد كأس الأمم فنيا ده مدى تأثيره على اللاعبين وعلى أجهزة الفنية والقطاع الرياضي المتعلق بقرة القدم خلال الفترة القادمة وطبعا موضوع التأجيل بالنسبة لبطولة الدوري ومن وجهة نظري الشخصية أنه قرار غير صائب لأن طبعا التوقف أن تتكمل بطولة بعد كأس الأمم الأفريقية فيها شهر ونص شهر ونص ده كتير في عالم كورتر قدم هتضطر بعد كده تعمل فترة أعداد مصغرة عشان تكمل بقية المباريات أو الثلاث مباريات اللي موجودين في الدور كان لو فيه تحقق مبدأ تكافؤ الفرص كان فرض البطولة تخلص قبل بطولة الأمم الأفريقية ما يكونش فيه توقفات كبيرة يبقى كل الفرقة تستفاد من البطولة قبل التوقف ويبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص نادي الأهلي كان ماشي في المباريات كان فضله مباراة على معتقد مباراة المقولين وبعدين مباراة الزمالك الناس الزمالك كان فضله خمس مباراة لعب مبارتين اللي هي بتاعة الحرص ومباراة تانية الإنتاج الانتاج ما وفقش فيهم خسر فيهم بماط هنا وهنا اللغباطة اللغة اللي حصل واللغباطة اللي حصلت دي كلها ما تصبح في صالح الكرة المصرية يعني حضرتك كبيرة محمد لما النادي قال يخذت قرارات أخيرة فأول حاجة عملها بيرعي مصلحة الكرة المصرية إنه مش عايز يبقى ياخد قرار انفرادي يبقى هو المصلحة الشخصية لا ده شايف الأندية كلها يبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص وفيه موافقة بالأنديية كلها بحيث إن النظام يمشي على الكل النادي الأهلي لو طلب منه إنه كان يلعب بغير الدولين أنا متأكد أن النادي الأهلي كان يلعب ما عندهوش أي اعتراض أي حاجة يحطها تحت الكرة أي قوارين أي أنظمة النادي الأهلي بيمرحب بيها أول واحد لينجاح البطولة وينجاح النشاط الرياضي في الكرة المصرية بس لكن للأسف الشديد حتة إنه توقف ويبقى فيه فترة كبيرة فنية هتأثر جدا على اللعيبة طبعا اللي هبط هبط خلاص إنه بنتكلم مع الجزئية اللي فوق اللي هي بتنحاصر بين الأهلي والزمالك في البطولة الدوري العام وتوقفات كان يحصل فيه أضرار كتيرة يعني نتطرك برضو لحاجة تانية بعد إذن نحضرح حتة المشاركات الأفريقية اللي أنت مطلوب منك القيد بأفريقية كان يبقى في يوم ثلاثين لوقتي حصل تأجيل لخمسة أغسطس لا لسه لا هيحصل لسبب خلينا نتكلم في المعلومة الغاية دلوقتي المتوفرة والمعلومة الصحيحة أنا عندي معلومة أكيدة الغاية لما يتخذ قرار هيتخذ قرار لسبب واحد فيه نقطة أنا بستند عليها اللي متأكد كلامي إعادة المباراة دور الأبطار النهائي برضو غير مؤكد لأنه نهاردة أولا كابتن صديق نهاردة الاتحاد الأفريقي نشوف قرار إعادة المباراة بين الترجل وداد كان إمتى بقى له فترة طبعا نهاردة رسميا الاتحاد الأفريقي أخطر نادي الترجل ونادي الوداد بقرار إعادة المباراة وفي إحدى البنود المتعلقة بإعادة المباراة ذكر أن أمام كل نادي عشرة أيام للطعن أمام المحكمة الرئيسية الدولية وبالتالي خلال عشرة أيام إذا طعن نادي الترجل تمام أن يتحدد المباراة وما تحددش إذا أكيد الترجل هيتطعن أنه بيرفض إعادة المباراة وعايز المباراة في صلحه المهم اللي أنا عايز أوصله إيه إن المحكمة الرئيسية إذا ما قررت إلغاء قراري المكتب التنفيذي يبقى مش شرط إن ده القيدة هيتأجل لخمس ثمانية ما هو ده لو تأجل وحصل كده هيبقى من مصالح يعني إيه الفرق المصرية اللي عندهم مشاركات أفريقية بس أنا أصد ما نعولش على القرار لأنه لسه ما حصلش ومرتبط مباراة لسه القرار فيها ما تاخدش بشكل نهائي أو قرار فيها ما بأس بحش بعض المعلومات أنا ما حضر بس بعض المعلومات مؤكدة إنه يحصل كده يعني لو وعلى أساس إن الفرصة تبقى متاحة قدامنا هنتسجل أفريقيا إمتى طب إنت لو ما فيش تأجيل لأفريقيا وتلعب بطولة بعد تكمل بطولة بعد الأمم الأفريقية الموقف هتسجل إزاي إنت ده فيه لعيبة هيبقى فيه ظلم وقع على الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية ظلم كبير جدا جدا أكتر المتضررين أنا دي الأهل طبعا إنما إحنا بنتمنى من الله إن يكون المعلومة دي أكيدا أنا بتمنى مش عايز أكيدا عشان تتحل القضية عشان تحل القضية وعشان تسهل لك حاجات كتير كتير تمشي الدنيا كلها مع الفرق لكن على الورق لسه بس أنا بتمنى يعني تحقق بإذن الله بس أنا برضو بحترمي بوجة مزرك بس بتمنى تتحقق لأن دي هتفرق معنا جامد جدا تيجي بعد الفترة دي كلها تيجي تلعب الأهل يلعب من باتشين والزمالك يلعب ثلاث مبارات بديها هتفقد جزء كبير من ناحية الفنية للفرقين وعيرية حوالي كمان 25 يوم بعد مبارات الزمالك عشان يلعب مبارات الكاس عشان مبارات الكاس اللي هي مع بيرامدس يوم 28 والترتيب آه ترتيب المبارات بقى في كاس طبعا دي كلها بس زي بقولوا كده إيه بالبلدي هما بيقولوا يعني موسم استثنائي إحنا يعني يرضينا أو مردناش لازم نحن نمشي بالأمر الواقع ده موسم استثنائي بالنسبة للتحاد الكرة من تخبطات في المواعيد المؤجلات الدنيا السنة دي الموسم ده من أصعب المواسم في الكرة المصرية وبالذات في المؤجلات الدنيا هربت منهم والمبارات بقى في تلاحم وفي مؤجلات دي كلها حصل ببلبلة فإحنا نمشي معهم إن ده موسم استثنائي ومش هتكرر وأنا يعني برضو فيه خبر يعني شيء بمؤكد ده بقى إن نائب رئيس الاتحاد هيكتمع بالكابتن عامل حسين والمنظومة إن يحطوا دي حال الموسم الجديد ونظام جديد للدوري ما يكونش فيه مثلا مؤجلات كتير بس برضى الأندية ويكونوا بموافقة الأندية كلها عشان لما يتحط القرار أو يتحط الأجندة بتاعتمو الموسم اللي جاي مفيش حد يعترض اللي انت شفت السنة دي كابتن محمد صعب تشوفه تاني بس يكون فيه النظم وكوانين داخل اتحاده الكرة بالمسابقة دي لو اتعملت هتريح الدنيا كلها مفيش أي واحد ياخد كرار المفراد يقول لك ايه أنا مش هلعب أنا مش عارف هروح فين أنا مش راح المباراة دي فده كله بيبقى فيه خسائر للكرة المصرية والأنظمة المسؤولة عن كرة القدم دي بتقللنا احنا يعني المفروض احنا في 2019 يعني الكلام ده يحسن من 20 سنة اقول لك اهو ده فيه نهطة لأسف للمقاطعة مباراة السوبر اللي عدت عدد 2018 هتتلعب في موسيق 2019 بقيمة موسم 2019-2020 طيب بتحصل دي في اي حتة فهذه تخبطات إنما انت ما كون حاطة نظم وكوانين وحاطة كواعد للعبة في مصر يعني أنا كويسي على الخبر ده اسعدني نائب الرئيس يعني كابتل أحمد شوبيع هيكتمع ببعض اللهم المسؤولين أو المعنيين بتنظيم المسابقة الموسم اللي جاي ويحطوا كوانين ويحطوا نظام لو الناس كلها ميشت عليه بموافقة الأندية هتمنى دي هتبقى حاجة مشاريفة جدا جدا نحسي يا أخي إن احنا عندنا التزام شوية وعندنا انضباط زي ما بيقول إيه للمداري بيكون فيه انضباط تكتيجي عندنا بقى يكون فيه انضباط باللواح والكوانين داخل اتحاد الكور انضباط إداري آه ما تديش حد فرصة يعني 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 يعلق شمعته عليك أنت نوضع عمل مشكلة مع المستقبل بكرة تعمل مع الانتاج بعده مع الإسماعيلي بعده مع الزمالك بعده مع الأهل ما ينفعش وبتطلع بقرارات بساعة تبقى ممكن ما تعجبش الجهة التاني المنظام يمشي على الكل مفيش حد يتجرأ ليعترض على تأجيل مباراة أو على قامة مباراة لأن انت وفقت من الأول المسابقة ومضيط على لاي حاجات لك وبنود اللي فيها فأنا متمنى من الله نحن نمشي كده بنظام طيب لما نريح الفترة دي كلها ونستعد للموسم الجديد عشان نلعب مباراتين في الدوري التخيم الفن المباراتين هايبقى ازاي ما أنا قلت لحضرك دي فنيا هتأثر على العيبة انت لما حد تعمل فترة تعداد كبيرة لبداية الموسم تقول لك مثلا شهرين أو مثلا أكتر من شهرين أو أقل من شهرين بقى فيها تدريبات وتحملات وكوة وسرعة ومستوى الفن في أول الدوري مش هيبقى بنفس القدر ما أنا أقول لك وبعدين تخش في مرحلة المبارات التجربية اللي انت بتثبت فيها الفرقة بتاعتك المبارات الفريق اللي هو دي عشان تثبت تشكيلك انت الآن تطالع من المعمع دي كلها ومضطر ان انت تقف على تشكيل معين في المباراتين دول بالضبط طب انت عارف حالة الناس اللي انت فنشت بيهم الدوري كتعاملة ازاي يعني أنا كان نادي أهلي 11 اللي كان بلعبه ماشين كويس جدا جدا ممكن بعد الفترة دي كلها تلاقي ثلاثة اربعة سقطوا منك ببعيد عن مستوى الجوزية مش كويسة يعني انت فيه مراكز معينة لازم الناس اللي بتبقى فيها بتبقى فرمة عالية جدا جدا عشان ينزل اللعب لك تسعين دي اينزل كسبك زي مثلا حراسة المرمى زي راسة الحربة زي اللعبة المحور اللي في نص ملعب الارتكاس الناس اللي بتبقى فعالله بدنيا وفنيا عشان برضو اللي يقى البدنية واللي يقى الزهنية بتأثر على حتة الفنية في الملعب فانا شايف انها تأثر لبعض الشيء على اللعبة كلها المستوى الفنية في المباراة ده يبقى على قدر انها انت بتختم موسم المخلوق انت كده بتبدأ موسم لا طبعا ما بداية فترة اعداد مسغرة انت هتعمل اعداد عشان المبارتين دول دي مبارتين دولي مبارتين مصيريتين الزمالك عندهم طالد مبارات مصرية والنادي الاهلي عندهم مبارتين مصرية بتاع البطولة يعني ان شاء الله هننكسب المعاولين وممواتش الزمالك بعد ما يخلصوا مباراتهم انت عندك افانتاش في المباراة فتلازم انت تكون دخل على المباراة وانت اكثر جهزيا ومركز التشكيل بتاعك اللي انت فنشتبيه الدول انه الفترة دي كلها ما اتمنى من الله ان احنا نكون في الفورمة اللي احنا نهينا فيها المبارات اللي احنا نكون بنلعبها قبل التوقف تمام ترتيب المباراة برضو مش ترتيب مناسب يعني الطبيعي ان كان الزمالك يلعب مع الاسماعيلي بعد كده يلعب مع الجونة بعد كده يلعب مع الاهلي الترتيب مش صح يعني ترتيب مباراة الاهلي اه المقولين ثم الزمالك لكن الترتيب بالنسبة للزمالك يعني مش مصبوط وفكر انذا كنت بقى الاول مع الاسماعيلي المباراة الاسماعيلي معجلة في اسبوع قبل ما يلعب مباراة الجونة وبعدين يلعب الجونة ليه التغيير ده شايف نوجة نظرك بيبقى بناء على إيه كالقصة دي التغيير ده ما فيش معطيات تخليك تلقبط الدنيا كده ما فيش معطيات قدامك أو حاجة على إيدك أن أنت تعمل كده أنت بتماشي المسابقة بمبارياتها في معايدة بتماشي مؤجلاتها في معايد المباريات المؤجلة لما يكون عندك استحقائات أفريقية أو مشاركات بطوات عربية وحاطت أي مؤجلات ماشي أنا معاك إنما تيجي أنت تختار تاخد دي ولا دي دي طبعا قرار غير صائب ما فوق إننا نلعب تلعب مع الإسماعيلي الأول أو بعدين تلعب يبقى ده مبدأ تكافؤ الفرص اللي يمشي على الناس كلها فأقول لك ليه قاله استثنائي إن حسين الدوري كم لغبط لا إحنا اللي عملنا كلمة استثنائي أو مش إحنا إحنا يعني المسؤولين عن الكرة في مصر أو إدارة الرياضة أو إدارة الكرة في الاتحاد هي كلمة بدأت واستمرت أنا معاك ما ينغم دي عشان نخاطر نغطي على حتة المباريات مش ملعوبة منظمة إن إحنا كنا لازم فعلا ماتش الإسماعيلي الأول وبعدين يجي يلعب مع الجونة وبعدين يلعب مع النادي الأهلي نفس إحنا عندنا مشينا على النظام بتاع الاتحاد النادي الأهلي ما غيرش عشان تبع عارف كل مبارات مؤجلة لعبها زي ما الاتحاد بلغوا وعمر الأهلي ماعترض على الحاجة والأهلي لما قدم كرارات مجلس الدراء الأخيرة راعى مصلحة الكرة المصلية قبل مصلحة النادي الأهلي والاتحاد نفسه أعلم دو أي كده والاتحاد اقتنع وباصم كده بالعشرة النادي الأهلي على حق والنادي الأهلي لما بياخد أي كرار بقرار مدروس عمره بياخد كرارات عشوائية وبيبص لمصلحة الكرة المصلية ومصلحة الأندية كلها وبيراعي قبل مصلحته الشخصية عشان يبقى المنظومة كلها ماشية بنجاح إنما اللي إحنا شوفنا ده التخبط ده فلازم لازم تردأ بالأمر الواقع هيلعب مع الجنو وديه اللعب من الإسمائيين خلص ما فيناش نغير على الأرض لو بسأل أي مدرب في المرحلة الحالية وعاوزين لقيم الموسم بشكل عام هل يقدر يديني تقييم في التوقيت ده يعني حركة ونحن نتكلم معك على الكرة المصرية واللي بيحصل في الدور المصري ونتاج الأندية المصرية والأندية اللي هوطت والمنافسة في المقدمة والصراع اللي كان على المركز الرابع أو الصراع اللي من أكتر من نص جدول الدوري على الهبوط هو التقييم الفني للشكل العام التقييم الفني للبطولة البطولة السنة دي يعني برضو لحد ما على فترات كانت بطولة كويسة وكانت ناجحة وكان فيها منافسات كويسة جدا جدا طول تلات تربعة الدوري الفرق مع السنة دي في الدوري طبعا زي ما قلت حضرتك قبل كده التخبطات في المؤجلات والحياة دي بس يخلي دي على جنب ونتكلم في الحتة الفنية الناس اللي وصلوا للي هم فيه زي النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي برامدس كانوا قدموا مستوى ومردود جيد جدا طوال البطولة لعبوا مبارات كبيرة ومنافسة على أرض الملعب منافسة قوية جدا ومنافسة شريفة اللي الزمالك كان بادي الدوري كان متصدر وماشي بخطة سبتة جي بعد كده النادي الأهلي خلص المؤجلات وبتاعته الحمد لله قدر يتفوق في المبارات المؤجلة كلها يمكن سقط منه ماتش أو ماتشين مثلا فيهم تعادلات بس نجح لحد ما أنه يقدم مردود كويس في ظل الزروف اللي كان بيعاني فيها طوال الدوري من إصابات من إقافات كانت الكرة برضو معندها شوية مع النادي الأهلي لدي برامدس نفس الشيء مع تغيير برضو أكثر من المدرب عنده لكن محتفظ بالحالة الفنية العالية اللي ظهر بها وقفت جديدة على الدوري المصري قدم أداء جيد وقدم مردود مميز جدا بلعبته الأجانب بالأجهزة الفنية اللي اشتغلت معاه كل واحد لحد ما قدم برضو كرة كويسة بالنسبة للمدربين اللي اشتغلوا معهم وبالنسبة للعيبة المستوى الفني قدموا أكثر من اللاعب السنة دي ظهروا بمظهر كويس في الكرة المصرية زي عد عبدالله سعيد لمستوى اسمه دونجا من نص الملعب أحمد منصور برضو من مكاسب الفرقة اللي هي بتنافس أنه ظهر أكثر من عنصر بين لهم شكل في الدوري الفرقة اللي هي في النص فنيا لحد ما قدر برضو تنجح وتلم بنوات زي المصري جي من بعيد في الأول بعد التغييرات حصل ظروف عندهم لقى نفسه في مكانة كويسة فنش الدوري كويس في فرق زي المقاسة برضو عندهم سبات بالنسبة للفرقة رغم برضو فيه تغييرات وموقفهم في الدوري مشرب بالنسبة لإمكانياتهم الفنية والنسبة لعيبة بتاعت المقاسة الفرقة اللي كانت صارع دي اللي كانت لغس يعني الانتاج الحرب ببدأ الدوري كما تصدر بالظبط تصدر شوية يعني خد له كام مباراة كما تصدر كما ماشي بخطة سبت جي بعد كده حصل دروب حتة برضو عدم الاستقرار الفني في المباراة بمباراة مثلا بتخسارها بتجيب مباراة تانية بتقلل برضو من عزيمة المدرب واللعيبة رقب بعيد دخلية كان معودنا أن كل سنة لما بيو وكده بيجي في الآخر اللي من نفسه السنة دي هربت منه لأن قابل ثلاث مباراة كانوا صعبين جدا جدا منهم الأهل والزمالك لما كان بيلعب ماتشد في الأول يجي في الآخر يفنش يلعب فرها في مستوى كان بيقدر يجمع نقاطه ويقعد في البطولة السنة دي صعب المستقبل طبعا الوافد على الدوري خبرات إليه إمكانيات إليه ما قدرش أنه يصمد ويكمل لموسم تاني بترجيت طبعا بسبب التخبطات اللي كانت موجودة وتغييرات مدربين كتير وصلوا للحال اللي هم فيها ما يدروش يلم نفسهم على الآخر مباراة مع نادي المولين وهبطوا مع الفرقتين اللي هبطوا فالدوري في ناس استفادت اللي هي كانت في الوسط وقدروا يلموا نفسهم ويدغطوا على اللعيبة وعرفوا أن هم في شدة وفنحنا قدروا يقعدوا في مساوئة الدوري العام حتة التلاتة اللي فوق دي السنة الجاية أنا متوقع ممكن يبقى أربعة السنة الجاية هتبقى المنافسة كوي جدا جدا يعني شايف المصري السنة الجاية ممكن هيبقى شكله غير الدوري يعني النعام جاس فني محترم عندهم لعيبة كويسة ولو دعاموا الفرقة هيبقى ليهم تواجد سموحة أنا متوقع هيبقى غير الموسم ده خالص يعني أنا فكرك هيتغير 380 درجة السنة الجاية لأنه عنده كريات مادية سموحة والمصر سموحة والمصر ده توقعاتي هيبقى ليهم دور كبير السنة الجاية في الدوري هتلاقيهم فوق مش هيبقى تحت زي قصد سموحة فضل يعاني لحد آخر ماتشين بسبب برضو التغييرات المدربين السنة الجاية بل موسم قوي لو تحط تنظيم كويس زي ما قلت لحضرتك والناس كلها تبقى يعني يمضوا عليه حلية جديدة وكل حاجة فيها والبنود والمسابقة تبقى مميزة غير السنة دي هتلاقي دوري مختلف تمام بس السنة دي لحد ما الدوري مقبول هو اللي كان ينقصه بس الجماهير وحطة التنظيم الإداري والمؤجلات ودي عندنا ملعب كويسة جدا عندنا لعيبة على مستوى عالي عندنا يعني إمكانيات عالية جدا جدا فنية وإمكانيات مادية فلازم الدوري بتاعنا ده يبقى أحسن من كده يظهر بصورة كبيرة جدا زي الدوريات اللي احنا بنشوفها بره في الدول العربية احنا منقلش عنهم حاجة احنا نفوكهم في الحتة الفنية انت عندك لعيبة ممازين جدا اللعيب المصري ده يعني لما بيركز انت شوف حضرتك كافتا محمد بتاخد منه كل حاجة انت عايزة مفيش تركيز تحس ان انت مش موجود قدامك مطش بمستوى مطش التاني بيتقلب تماما بالزبط فانا البطولة لحد ما برضو الحمد لله بس ان شاء الله تكمل بإذن الله ونقدر يعني ايه الفترة الجاية نعمل ان احنا نزبط بعد كلاس الأمم وان شاء الله نكون النصيب النادي الاهلي بإذن الله طيب بتكلم على المسم القادم ايه الحاجة اللي ممكن تخلي المسم منتظم يعني القرار القرار اللي ممكن يتخذ اتحاد كرة القدم لكي تنتظم المسابقة دون اي تأجيلات المسابقة تأجيلات وردة بس تأجيلات بكرارات حاسمة ما الاجندة خلاص موجودة اه ان انت بيجي لك البطولات الاستحقات الخارجية سواء بطولة عربية او كونفدرالية او دار الابطال معروف سي واحد اثنين ثلاثة دول مشتركين خلاص عندهم مباراة يوم كذا في كذا كذا لا يما برحل مباراة دي هيتلاو بس بتنظيم والناس كنا المعلومة تكون وصلة صح ازاي وصلة صح عندك مرضى مطش مثلا مع الترجي في البطولة الافريقية هأجيل لك مطش المقص هتلعب مطش المقص بتاريخ 27 كذا يبقى انت عارف هتلعبه ما ينفعش يتلاقف فيه اه يعني لو في نفسه يوم مباراة في افريقيا وفيه الدو يشغل لما ترجع من السفرية او لو عندك مباراة في مصر بعدها بتلعب مباراة هتاخد افانتاج سهيما الدوال كلها بتعمل عندك افانتاج الاتحاد المصر حطت لايحته بتديك فرصة يومين ثلاثة انت عندك مباراة كذا ما فيش حاجة يسمع ترحل او اعتذارات اللي ينجح المسابقة حد قوي في اتحاد الكرة لازم اتحاد الكرة كلها عشان ما ينفعش الكلمة على فرض واحد اتحاد الكرة يكون قوي اقوى من كده عنده قرارات حاسمة وقوية لما تيجي تعمل اي بطولة او اي تحط اي لايحة اول حاجة انت بتستشير الاندية المصرية كلها ما ينفعش يرجع فيه هيرجع فيه بيعمل اي حاجة عكسية نزله درجة تانية نزله درجة تالتة خليك قوي ما فيش محسوبيات ما فيش خوف انت الام الام او الاب في اي بيت هم القرار الاول والاخير ليهم ما ينفعش اخ يدير البيت والده والدته موجودين فاتحاد الكرة هو ده الاب بتاع اللعبة والام بتاع اللعبة لازم يحط قرارات ويحط لاحة منظمة وقوية جدا الاندية كلها توافق عليه تاخد بطولة كويسة بطولة مميزة ما فيش اي تحريف ما فيش اي مجاملة الفلان او مجاملة العلان ما حدش يختلف اللي يختلف هينشق على النظام انت تدينه كدف كده كده كانون تلعه بره هبط اي حد زي من الفرق كلها بتعمل بره اه يعني انحدد شكل الاندية اللي هتلعه في كل مصابقة طبعا وتمشي على النظام ما انتلقش انده بتجيلك الاستحقات دي كلها بيبقى متسكنة في الجدول اللي بيجي حط مصابقة الدور العام عارف ان فيه المصابقة دي كلها بتتلعه بنظام وبقوانين كذا كدرالية كدرالية لها تبني عليها البطولة الدوري بتاعتك انا سمعت ان نائب الرئيس الكابتر احمد شوبيب هيقعد مع الناس اللي هتنظم بطولة الدوري الحاج عامر حسين وبعد عضاء اتحاد الكرة تعمل لجنة مصغرة حط اللي انت عايزه مين يقدر تكلم معاك بس حط ايه صح وما تجاملش حد وما تجاملش حد على حساب حد وما بيش حد يقولك اجلي وعمل لي اللي يقوله الاتحاد يمشي على الكل طيب السنة دي تم الاستعانة بعدد كبير جدا من الحكام الاجانب والاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الاخير قال انه يتم الاستعانة موضوعي لتقنية الفيتج الحكم المساعد الفار خلال الموسم القادم ده اذا حصل لان انا على ما اعتقد الجوز اي ده بياخد مساحة وقت لغاية لما بتعمل عليه اكتر من تجربة وبتبعت للاتحاد الدولي وبيعتمد عندك زي اي دولة عشان تنفذ ده فبتاخد مساحة وقت كبير جدا هي مش تكلفة مالية بس لا تكلفة مالية واستعدادات فنية بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لتنفيذ هذه التقنية داخل مصر وفيه تلات شركات في العالم بس هم المعتمدين لتنفيذ هذه التقنية منه الشركة الانجليزية اللي بتتعامل مع الاتحاد الفريق وقت سبب أزمة المباراة النهائي فتقنية الفيتج المساعدة المساعدة اللي جاي مش هأكد عليها اول ان انا واصق ان هي هتاخد مساحة وقت واعتقد الاتحاد مش هيحضر لها وهياخد لسه وقت كبير مع عالم هيحضر لها لكن الحكام الأجانب الموسم الماضي كانت موجودة بنسبة كبيرة هل تتوقع ان ده ممكن يستمر للموسم القادم ولا اعتقد يكون فيه قرار معاكس لده لا انا برضو شايف ان الموضوع حكام الأجانب الموسم اللي جاي مختلف تماما عن الموسم ده ولازم اللجنة بتاعة الحكام اللي هي داخل اتحاد القرى لازم لها قرار قوي يكون لها قرار صائد ان انت من الاول لو انت ضعيف الناس كلها تجيب أجانب لا اللي يجي الأجنبي قالوا يزا مالك بس اللي من ساعة ما تولدنا لحد ما عارفين ظروف المباراة دي دي اللي تستثنيها انها بقية المباراة كلها لازم حكام مصري الحكام مصري لا يقل كفاءة عن الحكام الأجنبي بس احنا الفترة الأخيرة والدورة زي ما قلنا استثنائي كان برضو انا باعتبارها استثنائي بالنسبة للحكام ما عندك عناصر مميزة جدا جدا في الحكام يديروا أي مباراة بيطلعوا برا بيدروا مبارات خارجية وبينجحوا فيها حتة الفار لو التقنية طبعا الناس تشتغل عليها بتحديد حد الكورة ويعملوا بروفات قبلها انت ممكن تعمل بطولة مثلا وديها في اسكندرية في أي حتة وتجيب 3-4 فرق 5-6 فرق والتقنية الفار تعمل تجارب على بعض المبارات دي وتشتغل فالناس هتاخد عليها خلاص ممكن نمشي عليها بعد كده وتبعث للجهات المعنية برا في أوروبا عندنا التقنية شغالة وعندنا الناس تشتغلوا عليها ويجي الناس بتختبر ممكن تاخد موافقة دي هتحل لك قزمة كبيرة جدا جدا بالنسبة للدور المصري وهتبقى يبقى فيه هنا عملية الفير يعني مفيش حد هيتظلم أو فيه حد يقولك ايه ده ده مثلا هتيجي مع ده ضد ده لان ده واضحة نجحت مبارات كتير برا في أوروبا وبرضو في أفريقيا يعني عندك مثلا الفار اكتشف الجون بتاع الترجي انه هو تسلل بتاع الودات ده أهو عادة الهدف عادة الهدف مكانش الفار مش ده الفار اللي كان ملعب الترجي ولا الفار باز بعدها لا الفار أصلا مرحش الملعب الفار باز المبارات مش باز الفار أصلا مرحش تونس والله العظيم بس هم موضحوش كده لا 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 بعد كده الموضوع التوضح ما هو قرار إعادة المباراة راجع لان العملية التنظيمية لهذه المباراة والإجراءات التنظيمية مع الإجراءات الأمنية سبب في إعادة المباراة ايه هي الإجراءات التنظيمية اللي هو التنصيق ما بين الاتحاد الأفريقي والترجي في موضوع تنظيم المباراة وكان من ضمنها تقنية الحكم من الفيديو المساعد الفيديو المساعد فما كانش موجود لكن اللي لما تعادت اتعادت في الإزاع الخارجية الهدف صحيح هو الهدف صحيح هو الهدف صحيح الهدف في الوداد صحيح بسما قاله أن الفار اللي في الملعب بتاع الترجي والوداد كن بايز لأنه قال في الأول لغات لما اتكشف الله ينور عليك شركة الإنجليزية اللي كشفت ده لما رسالت خطاب للاتحاد الإفريقي وقالت له عندي مشكلة في إرسال القطعة الثالثة من الرياض إلى تونس كويس اتقال كده بعد كده ووضحه للرأي العام بالضبط وتحطت في الملف والوداد قدر في المكتب التنفيذ أن ياخد قرار لصالح كويس ما بقول لك يعني حضرتك إيه الفترة اللي جاية حتة الحكام الأجانب صعب يكونوا موجودين بس برضو الكابتن أسامة أفتاح لازي يكون أقوى من كده بالنسبة للاتحاد ومعامو سندة من الاتحاد كله ولا يجاهز التحكيم بشكل أفضل ما هو تجهيز التحكيم ده هنرجع له تاني فترة أعداد للحكام واختبارات كبر وكل العادي دي هو مسؤول عنها هتبقى فيه صعب يجيب حكم يكون أقل من إدارة أي مباراة من اللي هتلاقي في الدورة أكيد هيجيبوا الصفوة اللي هم الناس الدوليين والناس اللي هم مرشحين اللي هيلعبوا البطوطة مش هيجيب حد حكم إلي اللي يكون بيحكم درجتانية أو تالتة يجيوا في الدور الممتاز فالسنة الجاية أنا شايف أن الحكام الأجانب هتقل لحد ما أعال في الدور المصري ويجيب أنا تفرق معنا جامد جدا طيب فيه أسئلة أي متعلقة بالدور المحلي وبطولة الأمم بس أطلع فاصل أتفضل وبعد الفاصل نستكمل الحديث فاصل وبعد الفاصل نستكمل الحديث مع الكابتن صديقي الجمال أهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين في الحديث مع الكابتن صديقي الجمال نجمى النادي الأهلي السابق كابتن صديقي يعني طبعا كنا نتكلم على الشأن المحلي والكرة المصرية لكن الدوري القادم هل تتوقع حركت كلمته في المنافسة هتبقى من المركز الأول للرابع يعني فيه فرق أرابع ممكن تخش مع الثلاث فرق اللي في الصدارة لكن هل من الممكن أو تتقرر فكرة أن أكتر من حوالي عشر أندية تنافس على الهبوط يعني دي كانت من أبرز المعالم السلبية اللي ظهرت في الدوري السنة هل ده ممكن يتقرر للسنة الجاية لا لا مافتكرتش أنه يتقرر السنة دي زي ما قلنا السنة حتى في المنافسة على الهبوط حتى في الهبوط السنة لأن أنت كان أخر حاجة توقع على الفرق دي أن مثلا بطروجيت تنسل دي منظومة عن ضوء ميكانيات مادية وشركة عندك أخر حاجة توقع أنه كان يحصل فيه عندك سموحة فأنا متأكد واسك من كلامي أنه من رابع المستحلات تلاقي سموحة زي ما أنا تفضلت في الأول قلت لحضراتك أن سموحة تبقى فوق ما دي كانت من ضمن الفرق لتعاني لماذا يكونش الظروف المحيطة بالدور المصري هي اللي بتجبر الأندية على الشكل اللي احنا بنشوف في الآخر المسابقة عشر أندية بتنفس على هبوط لأن الجدوى المسمنتظم فرقة تلعب 3-4 مباريات في 10 سيئان بعد كده بتريح شهر فبالتالي ده فنيا بيوقع الفرقة مش بيجهزها نحن قلنا استثناء إليه فالسنة جاية أعتقد لو ما هو برضو الاستثناء ده مستمر في إيه إنك السنة جاية لجاية اللحظة دي محدش يعرف القد هيفتح إمتى ولو الدوى خلص تلاتين سبعة حسب المواعيد دي إذا ده حصل بشكل نهائي يعني والله دلاتي برضو لسه مش هيحصل نهائي لسه فيه شكوى من النادي الأهلي في الموضوع ده لكن إذا نفترض ده لقدر الله حصل لغاية تلاتين سبعة لكن القد هيفتح إمتى واحد تمانية طب المسلم يبدأ إمتى طب مستشار تسعة طب من النهاردة لغاية واحد تمانية الأندية تتعاقد الزائم على العيبة عشان يبقى التعاقد رسمي وتم بشكل رسمي لازم نظام التيم اس يفتح وتأيد العيب ويكون عندك في التدريبات عشان السيستم وبتاعه وفي فرقة استغلت على العيبة لكن أوقع على عقود ولسه العيب ما جاليش فمش هيبقى انتقى النهائي فده بأخر التجهيز للمسلم أنا معك بس في فرقة برضو في فرقة مستعدة ومستعدة مش عايز أقولك فترة رهيبة يستعدوا اللي هم عندهم مجاهزين برضو اللعيبة اللي موجودة واللي يستغنوا عنه ما يستغنوا عنه وحطين عنهم على ناس معينة أنه ممكن يمشوا بالندي ده أو بالندي ده أو بالندي ده دي عملية وقت بس أنهم ينضموا إنما الحتة الفنية والإمكانيات البدنية هي متوفرة في بعض اللعيبة دي ففي فرقة مأمينة نفسية أنا أقولي استثنائي ليه استثنائي ده أيعم على كله من أول المتصدر لحد حتى الفرقة اللي نزلت للتخبطات بتاعت المؤجلات والمشاكل اللي حصلت طول الدوري أثرت لحد كبير على الفرقة اللي هي بتنافس على الهبوط من مؤجلات من توقفات كتير فدي برضو فرقت معهم فدي خلت المستوى يعني إيه زي نقوله كده بالحديد نزل المستوى لتحت خالص لعلى بل ما ييجي لهم نفسيهم ويلعبوا مباريات في فرقة مريحة في فرقة اللعيبة بتاعتها مثلا إيه خلاص مكسلة غير من أنت البطولة منتظمة بتلعب ماتشاته وراء بعضيها وعلى طول ما فيش توقفات بتلاقي اللياقة البدنية والزهنية والفنية بتبقى عالية جدا بتلحم على طول إنما حتى التوقفات دي عثرت كتير فمش هتتكرر ومش هتلاقي الفرق اللي كان بتنفس على بيوت السنة دي إن تحصل معها الموسم اللي جاء كابتن وتمر بالظروف دي إن الجو أو الملاخ اللي هيشتغلوا فيه السنة الجاية مش هيبقى زي السنة دي ويكون الاستنادات برضو حتى لو فيه شخص التخبطات في حتة ترقيد أو حتة التأييد دا جاي يجيون هنا ضي روح هنا بس مافتكرش السيناريو دا يتكرر معه هتبقى مختلفة عن السنة اللي إحنا كنا فيها دي طيب سؤال بقى عشان يساعدنا ننتقل لجزئية كاس الأم الأفريقية إن شاء الله أقل من عشرة أيام عدد اللاعبين اللي بيبتعد عن صفوف الأهل في التوقيت الحالي نتيجة التواجد مع المنتخبات في كاس الأمم يعني عدد أصبح دلوقتي بينحصر في حوالي الأربعة الدوليين في المنتخب ماصر بالإضافة إلى جيرالدو مع منتخب أنجولا هل وجود نسبة أكتر من 90% من القاومة الأساسي مع الفريق الأول في النازل الأهل في المعسكر الإعداد والاستعداد للموسم الجديد شايفوا مدى إنعكاسه إيجابية على الفريق للاستعداد المرحلة الجاية إزاي بالنسبة لفريق في النازل الأهلي إن فيه أكتر من عنصر طبعا الناس اللي هي في المنتخب العدد مش كبير أربعة مع المنتخب مصر وجيرالدو مع المنتخب أنجولا يعني يعتبر خمس لعيبة الهيكل برضو الأساسي بتاع النازل الأهلي موجود اللي احنا نشتغل عليه بالظبط إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نعمل فترة ذات كويسة لماسكر مميز دي ميزة للجهاز الفني آه دي ميزة للجهاز الفني وعنده ارتياحية وعنده وقت كافي وبرضو إن شاء الله فيها عناصر جديدة بإذن الله تخش يعني يكون فيه صفقات إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي حيضمها أو يضفها لمنظومة النادي الأهلي وعندنا فترة كويسة جدا جدا الجهاز الفني يشتغل بارتياحية الفترة اللي هي تبقى في البداية للموسم الجديد دي هتدينا أفنداج وهتبقى كويسة بالنسبة لنا هتبقى فيها فايدة كبيرة جدا لنادي الأهلي طيب كاس الأمم الأفريقية أولا تعليقك على أبرز خبر متعلق بالاستعداد لكاس الأمم لكل المنتخبات الأفريقية وإن برح كان اليوم الأخير إن كل منتخب أو كل اتحاد يرسل القيد للقائمة النهائية النهائية كويس 23 لعب بالأمس كان أبرز خبر استبعاد علي معلول شفتوا إزاي وتعليقك عليه هل كان مفجأة ولا مش مفجأة طبعا أنا اتفاجئت يعني لأن علي معلول يعتبر من ضمن اللعيبة المميزين جدا في المنتخب التونسي والفترة اللي فات يقتلها بليها كان مميز وليه دور في المنتخب التونسي وغير كده كان أكثر جهوزية الموسم اللي فات مع النادي الأهلي سواء في المشاركات الأفريقية أو سواء مع النادي الأهلي وكسب النادي الأهلي مباراة كتير حتى لو تلاحظ من المواسم اللي هو مميز فيها الموسم ده أنه أحرز عدد أهداف مع النادي الأهلي وأهداف حاسمة وقاتلة فكان ظهر بمستوى كويس جدا جدا فأنا في وقت أنه برا المنتخب التونسي طبعا فيه مدير فني ليه وجهة نظر فنية ويحترم محدش يقدر يختلف عليه بس طبعا زي عندنا مثلا في مصر لما المدرب ما بيخدش العيبة مثلا مميزين جدا بند دورنا أنه احنا بنعلق على حاجة زي كده بس بيجي فترة معينة خلاص التعليقات ما بتحدش بيعلق تاني وبتتوقف التعليقات وتوقف الأراء لأنه بتصب بعد كده كل حاجة لصالح المنتخب نهيئ المناخ للمدير الفني التعام المنتخب فأنا نقولش بقى ده ما رحش لي ده ما جاش لي بس الملفت للنظر أنه عالم مميز جدا في المنتخب التونسي للشرع التونسي ممكن يتفاجئ لأن أول حاجة الغريب اللي أنا اللي أنا لاحظتم بارح أن الشرع التونسي مش متفاجئ إزاي مش متفاجئ من الشرع التونسي حسيت أنه هو متضايق من النتاج اللي حصلت في آخر كاس عالم في روسيا فكان شايف أنه كمان مش عالي معلول بس لأ ده كان شايف لعبة تانية ممكن تستبعد من المنتخب أنا معاك فهما لهم وجود نظر مختلف عننا لا بس في مراكز في ناس لا في ناس إعلاميين في ناس لعيبة لا أنا أتكلم على الجمهور ما أنا أقول لك هو مش بأتكلم على الإعلام الإعلام التونس على فكرة مندهش جدا طبعا أهم بس الجمهير ممكن تكون يعني متشكة برضو هناك أنه في ناس كانت متضايقة من أداء المنتخب التونس لفترة اللي فاتت ونتائج سيئة أو مش مركزين وبتاع زي ما بيحصل عندنا في مصر في ناس اللي هما بتوقورها بق أن المركز بداية الراجل ده كان لازم يكون موجود في منتخب حتة الفنية أكيد بص بتلغي أي عواطف وأي أراء تانية للجمهير حتة الفنية اللي هي المصلحة المنتخب ده لا في رأي مبرح خرج من تونس عجبني جدا قال أي تفكير يفكر بيه مدرب حتى لو من ناحية فنية بس إلعب على العاطفة وجود علي معلوم مع المنتخب التونس في مصر في كاس الأمم فرصة عظيمة للمنتخب التونس ويتعاطف معه لأنه يلعب عندنا في مصر زي العيبة التونسة اللي تبقى مثلا في نات الزمان لما يلعبوا ومبسوطين أنهم يلعبوا في دوري كامل هنا وهيفنشوا الدوري هيلعبوا بطولة مع المنتخب التونسي داخل البلد يلعب فيها البطولة بالضبط دوري هتلاقي برضو في تعاطف معهم بس القرار غير صائب يعني عندك مثلا لما تقول لي أزارو أو مثلا أو أجيه هتلتمس العظر الأجيكة مصاب في فترة الأخيرة مثلا مرحش المنتخب بتاعه حتة أزارو ممكن يكون برضو الظروب ما خدمتوش معه مثلا اسمه حكيم زياش ومعه حمد الله بيلعب في النص السعودي معه في رودين تقال ومعه حتى أبو طيب ده ممكن ما يلعبش خلق أبو طيب ممكن بلعبش الاثنين التانين حكيم زياش وحمد الله ده اللي في النص السعودي لعيبة كمدة جدا نسبة أهدافه في السعودي على جدا طبعا في حاجات تقف عندها في حاجات بتعديها لأن فيه المبرر أو فيه البديل مثلا الكف أو قريب من ده ماشي ما حصلش توفيق خدق إمام علي مكانك محجوز في المنتخب التونسي من العامل الأساسية وبعدين في المتشاط اللي لعيبة كلما المنتخب بيبقى بيبقى بيجادة لي بيقدي وبيدين عليه طريقة لعب خطة لعب والحطة الهجومية عنده يفرم على المنتخب التونسي بس طبعا فيه احترام للمدير الفني اللي هو ألان جريس ألان جريس ويوجد نظره هو ليه بعتهول على فكرة في الكراء الإفريقية وصبع ليه تدريب منتخبات إفريقية عديدة أخيرة منتخب مالي دي في صالحه وعشان كده أنا بقول لك إيه علي كان يفرم معاه بيلعب مشاركات أفريقية مع النادي الأهلي فدي تفرم معانا أنت دي بطولة أفريقية مش راح تلعب بطولة أوروبا كاس الأمم الأفريقية يعني زي ما كان بيلعب مع الفرق اللي هي في أفريقيا ثلاث ترباعهم المنتخبات دي علي مشارك معهم أو ضدهم مع النادي الأهلي فدي كان تعطي أفنطاش للمدرب والمنتخب إن علي يكون موجود تمام بس أنا مش عايزه يزعل لأنه عندنا قيمة كبيرة في ثرية النادي الأهلي جمهور الأهلي زعله جدا بس وجهة نظر المدرب الحقيقة الفنية وهو يتحسب عليها ما نقدرش نختلف عليه ولو هو قرره صائب المدرب الناس هتحييه في تونس لو ما توفقش الناس مش هتسيبه أكيد أكيد طيب في عدد كده من العناصر أو العنوين حابب أذكرها على كاس الأمم الأفريقية الجاية قبل بخش في تفاصيل فنية مع الكابتن صديق جمال البطولة الأفريقية القادمة بإذن الله في مصر القادم بتشهد حضور عربي مميز جدا في كاس الأمم أول مرة خمس منتخبات عربية بتتواجد في هذه البطولة مصر الجزائر تونس المغرب موريتانيا والشيء لفت للنظر كل المنتخبات العربية في هذه البطولة بتعتمد على مدربين أجانب فيما عدا منتخب الجزائر مع مدرب وطني وهو جمال بالماضي في حال تأهل منتخب مصر بإذن الله إلى دور الستاشر سيكون هو المنتخب الإفريقي والعربي الوحيد والأكثر لعبا للمباريات في البطولة الإفريقية سيصل إلى رقم مئة مباراة في مباريات كاس الأمم الإفريقية أيضا تونس لم تغيب عن كاس الأمم الإفريقية منذ عام 1992 منذ عام 1992 حتى هذه اللحظة تونس لم تغيب عن كاس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى ذلك آخر ثمان بطولات إفريقية المغرب لم تتأهل للدور الثاني إلا مرتين فقط رغم أن المغرب هذه المرة مرشحة بشكل جميل جدا للوصول إلى المباراة النهائية مع المنتخب السنغالي والمنتخب المصري لكن المغرب آخر ثمان بطولات إفريقية لم تتأهل للدور الثاني إلا مرتين تعليقك لهذه العنوين طبعا تعارب بطولة الأمم الإفريقية فيها أحسائيات كتير وحطة المدربين الأجانب يعني الحمد لله بالنسبة للمدرب الوطني كانت نحاس انشحات تتفوق على الناس دي كلها في طلب بطولات الأفريقية اللي كانت موجودة في مصر متتالية بالضبط مزبوط دوقتي حتة الخمس فرق اللي هم بيمسلوا العرب في البطولة الأفريقية طبعا منتخبات قوية جدا وليها باع طويل وعندهم لعيبة يعني عندك المغرب وجزائر ومصر مثلا وتونس بص دوقتي على الساحة الأوروبية تلاقي فيه لعيبة كتير مميزين جدا جدا يعني وغضين بطولات يعني مثلا دور الأبطال أو بطولة أوروبا دولة هيشاركوا في البطولة الأفريقية بطولة الأفريقية هتبقى الموسم ده في الزات هتبقى قوية جدا 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 لتغيير في توقيت مناسب لكل كله كله مريح وكله خلص المشاركات بتاعته والاستحقات فهتبقى بطولة قوية بناء على كده حتة التنظيم أنا أول مرة بصراحة أنا شفت الاستداد حاجة تفرح بنية تحتية مميزة للسنوات القادمة بسم الله ما شاء الله بس نحافظ عليها في السيارة بسم الله ما شاء الله ملاعب تفرح أنا شفت السيد سكندرية شفت الدفاع الجوي شفت الأستاذ القاهرة وبقيت طبعا الإسماعيلية حاجة تفرح هي تجمل الصورة بقى بحضور الجمهور بحضور الجمهور بشكل الجمالي مميز جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله مصر تكون في النائق اللعيبة اللي هي اللي في أوروبا اللي قلت اللي حتفضلت حضرتك قلت لك عليها دي هتدي برضو شكل للبطولة أكتر من البطولات السابقة كان فيه لعيبة كتير محترفة في أوروبا أيام مثلا 2006 و2008 في السنة دي يعني مثلا عندك ثلاثة من ليفربول خدوا دور الأبطال هم موجودين برضو دي حاجة مميزة في البطولة أفريكية زي السادي وماني زي كيتا وزي صلاح فيه حكين زياش فيه رياض محرز مع المانسيتي وقت البطولة في إنجلترا يعني اللعيبة دي كلها هتبقى لها شكل ومياز في الملعب والناس مشتاقة إنها تشوفهم في البطولة الأفريكية تشوفك كمة التسويقية بالنسبة للبطولة دي غير البطولات التانية خالص يعني شوف أنت الملفت للنظر ما كانش اللي أول فيه الإمكانيات المهولة دي من اللعيبة وأسعار اللعيبة اللي هي بتشارك فإن شاء الله بإذن الله نتفرج على البطولة كويسة جدا ونجحة بس نجاح البطولة زي ما حضركت فضلت بالوجود الجماهيري حضور الجماهيري الكبير على الملعب كلها مش مباراة مصر بس عايزين البطولة يعني عشان أي حد بعد كالك حتى لو مش معادة يكون في مصر زي ما بيقع عليك الاختيار أي حد بيهتزر نفسي في أي وقت نلعب في مصر أمن الحمد لله أمان تنظيم استعداد مميز جدا إعلاميا تغطية هيلة الجماهير بقى هي اللي بتدي الشكل الجمالي الكبير بص يا كابتن أقول لك على حاجة أنا لاحظت ممكن أنا حضرت من الناس اللي كانت الحمد لله يعني سعيدة الحظ والحقتة وحضرت كاسرهم الأفريقية 2006 في مصر في بداية العمل الإعلامي حضرت هذه البطولة أول بطولة دي لكابتن حسن جاءت بالضبط كده اللفت للنظر إن كانت مباراة منتخب مصر الحمد لله المدراجات كانت كاملة العدد المنتهبات الإفريقية ما كانتش بالعدد المطبوب لكن المنتهبات العربية يعني مثلا تونس كانت بتلعب في استاد الماكس وفي اسكندرية الملعب كان فل كان على الآخر صح تمام في نفس الوقت حتى تونس لما راح تلعبت في استاد بورسعيد مباراة الدوري الثمانية مع نيجيريا كان الملعب بالكامل روح المنين انتقلت من اسكندرية لبورسعيد نفس الأمر للمنتخبات العربية الأخرى كانت الملعب كلها مكتملة لكن المنتخبات الإفريقية مثلا الكاميرون كان بتلعب في استاد الكلية الحربية ما كانش الملعب يعني حوالي 30-40% من عدد الجمهور فبالتالي البطولة القادمة أتمنى يكون المشهد في حضور المباراة المنتخبات الإفريقية يكون أفضل كويس بالزبط كذلك السنة دي إن شاء الله أنا متوقع هيبقى لإقبال الجماهيري غير البطولات اللي فاتت ليه فيه لعيبة محترفين كتير والحمد لله جماهير المصري هم تابعه في الدورات الأوروبية ومشاركات بتاعته فدي هتدي برضو حافظ الناس هتتفرج والمنتخبات اللي هي جاية دي هتشدك أن أنت تروح وبعدين هم شايفين من مجاح البطولة وجود الجماهير وبعدين كل ما سنتعدي أو سنتين أو خمس سنين الثقافة بتعلق عند المشاهد المصري يعني الأول ما كانتش فيه تواصل الاجتماع كتير أيام 2006 مش زي دلوقتي دلوقتي كل حاجة منقولة على الفيسبوك على فعل ميت سوشال ميدي على تويتر فدي كلها هتلم الناس وتشجع الناس اللي هي تيجي هيبقى فيه في بال انت مثلا رياض محز ما تشوفت تمنه كام هيلعب مثلا في برج العرب الناس هتروح تتفرج بقى يشدك اللي جا مهير وليه فيه جليات هنا في مصر منتخب الجزرية لعب في الدفاع الجوي آه إن شاء الله فيه جليات جليات اللي هي التونسية والمغربية الأمم العربية اللي هي تيجي عندنا فيه عدد كبير فيه هنا في مصر سودانيين عرائيين سوريين غير بقى تونس والمغرب والجزرية كل دول هيبقى فيه عدد كبير جدا البطولة جاية في وقت مميز جدا في الصيف وما فيش مشاركات برا وكل الدنيا وقفة برا فكله هيبقى الأضواء كلها متسلط عليك وكله متابع جيد طيب مين أبرز المنتخبات المرشحة مش أقولي الفوز بالبطولة بس للوصول حتى للمبارات السيمي فاينل أو المبرنها إيه بس إحنا كمصريين على طول لما بتيجي سيرة ناجيريا تقولك إيه مثلا ناجيريا تبقى موجودة سنغال كاميرو كاميرو حملت اللقب أه حملت اللقب أنا معك لو تقول مثلا المغرب أو تونس أو جزائر مصر بس فيه متغيرات فيه فرق أنت مش عامل حسابها خالص زي يعني مثلا يعني مثلا أنت مثلا فرقة أسيوب أسيوبية ولا اللي كد اللهم صلح لا أسيوبية مش في البطولة لا لا موريتانيا موريتانيا متخب ممكن تقول ضعيف جدا جدا ممكن يعمل مفاجآت ليه موجود أنت أنت واخد بال حضرك رغم النوع مجموعة صعبة جدا على فكرة مع تونس ومالي وأنجولا مالي دي مالي من ضمن الفرق أو أنجولا من ضمن الفرق اللي هي باع طويل في البطولات الأفريقية ممكن تبصت لقيمهم بيلعبوا أنا سوري غلطت بين أسيوبية والأسيوبية التانية مدغاشكر لا مدغاشكر برضو في فريق هو جدا نخلي بالك وبرضو مستعدين استعداد جيد جدا لا وموريتانيا تلغبطت بين أسيوبية وموريتانيا تماما ففي فرق ما تقاشي عامل حسابها ممكن تبصت لقيها موجودة في دور الثمانية دور الثمانية تبقى دور الثمانية في دور الثمانية تبقى مفاجآة مدوية ممكن أصلي لا البطرات الأفريقية دي ممكن منتخبات انت مش عامل حسابها خالص تلاقيها بص بتوصل 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 تلاقيها موجودة تطلع فرق أغندا من الفرق الناس مش عاملة حسابها ممكن منتخب كويس جدا ومنتخب كوي ممكن تلاقيه مثلا موجود في الصورة في المجموعة بتاعتنا فيه ناس بتقول لك ضعيفة أنا شايف ان هي مش ضعيفة زمبابوي زمبابوي ديمقراطية أغندا أغندا مفيش عامل مضعيفة كل مباراة بمباراة هتيجي تتفاجئ تلاقي فرق موجودة وممكن تلاقي فرق جمدة جدا وفي حد كانت توقع ان احنا كنا ناخد البطولة البطولتين 2008 و2010 خارج ملعبنا المدير الفني بتاع المنتخب ماخدش بتوقع ناخدنا 2006 بس طرعين بره بنلعب معنا منتخب كويس ومعنا منتخب كويس في 2006 اتحاد الكورة ما كانش واصل المنتخب يفز بالبطولة الله ينقل عليك وكانوا عايزين يغيروا كابتال حزب شهاتي قبل البطولة حوالي اسبوع عشر تيام والله يبارك له اللي هو ضغط وخلاه موجود في المنظومة وكمل ووصل وجب بعدها واحدة واثنين بس ما كانش حد بتوقع ان احض البطولتين دون 2008 و2010 في فرق في فرق يعني فرقتين يعني ممكن حد انت مش عمل حسابه تلاقي بيلعب نائي في فرق اقوى جدا انت بتوني شوف الكاميرون حامل اللقب ممكن يطلع من الادوار الاولين ما تعرفش المبارات الافريقية سالكاميرون في مجموعتها غانا بنين غينيا بيساو مجموعة تلافس مع اللي ماشي بنين دي وغينيا ممكن يعملك مفاجأة في المجموعة دي بنيا بيساو اه توقع اي حاجة انت الماتش البطولة الافريقية الفرقتين من افريقية وفرقتين بيلعبوا المباراة قبل مباراة على الورق انا اقولي مثلا الكاميرا هنزي ليكسب 5 فيه متغيرات في الماتش ممكن الماتش يقلب عليك في اي وقت بس طب عندي بتبقى ايه نادرا لان برضو فيه فرق منتخبات قوية عندها هيكل اساسي قوي وممكن نازل انت اتربح اتربح بس ممكن احسا متغيرات في الماتش بس انا شايف هيبقى فيه مفاجآت كتير في الدورة دي في البطولة دي هيبقى فيه مفاجآت كتير طيب المغرب ممكن برضو عندي عنوان هنا مهم المغرب بعد عام 1976 ما وصلتش الى المباراة نهية الا مرة واحدة بس كانت 2004 امام تونس وخسرت هذه المباراة نهية اللي تلعبت في استاد رادس تبقى المغرب دايما المرشحة للفوز باللقب لكن المغرب عبر مشوارها في السنوات الاخيرة تم نتكلم في اخر تم البطولات افريقية ما كانش بتتقاهل من الدوري التاني الا مرتين ومن عام 1976 ما وصلتش المباراة نهية الا مرة واحدة هل بالارقام دي ترشح المغرب للوصل المباراة نهية وتبقى مفاجآ ولا الارقام دي المغرب عامين ان المغرب في كاس الأمم ما بتبقاش زي تصفيات كاس العالم او البطولات اللي هي بتاخد وقت او مساحة اطول المغرب عامين في المجموعة المغرب مجموعة قوية على فكرة اه سحل العج جنوب افريقيا مع جنوب افريقيا وسحل العج اللي هو كود بوار فرقتين قوي جدا جدا بس المغرب هي مجموعة الموت اه ما نقولك انا ملعب السلام ايوه سحل العج فريق قوي جدا جدا بس انا بتكلم على ايه المغرب في المشاركات اللي هي بتاعت البطولات الافريقية اه ما لهمش يتواجد كتير زي مثلا لما بيلعبوا في التصفيات مثلا المؤيلة الكاس العالم بيجوا عندهم محترفين كتير ممكن المحترفين اللي كانوا في المغرب على مر العصور اغلبيتهم بيجي على البطولات الافريقية تحس ان هو متضرر او تحس ان تركيزه بقى أقل ما بيلعب في اوروبا بس طبعا في المغرب بيعانوا من الحتة دي بس السنة اللي أنا شايف تركيزهم عالي جدا مع اسمه هيرفي رينا اه مركزين او في البطولة دي وعندهم برضو مجموعة محترفين مميزين جدا جدا وممكن يبقى ليهم دور البطولة دي عوضوا الفترة اللي فاتت احاسس ان المغرب بتتعامل مع هيرفي رينا دعا انه مشروع ان بعد الامم الافريقية الاخيرة في 2017 بعد ما خسر خسر من المنتخب المصري في دوريال 8 الكل توقع انه يبقى فيه استقالة او اقالة للجهاز الفني بقيادة هيرفي رينا لكن كمل وكان متواجد في كاس العالم في الروسيا وعمل مباريات ممتازة جدا والمغرب كان افضل فريق افريقي دعا مباريات في كاس العالم وكمل حتى بعد كاس العالم وتمسكوا بي وافضل قيمة يمكن برأي الخبراء القرى لكلهم الفنيين بيقولوا ان افضل قيمة بتستعد الكاس الأمم بعد الاعلان الرسم لكل القوائم المنتخبات والمنتخب المغربي فهل المغرب بالارقام وبالمعلومات دي ترشحها للفضل لقاء او الوصول للمباراة نهاية هيبقى لها دور كبير في البطولة دي واذا قالت حضرك تمسكهم باسمه رينار هو عنده خبرات طويلة في افريقيا في افريقيا وخد البطولة مع كذا منتخب وخد البطولة مع كذا منتخب دي اللي كافة بتاعته ارجح ان يكون متواجد والاتحاد المغربي التحاد تتسرب بحكمة معاه وتمسك به ما بقاش فيه تغييرات لانه عنده حطت هو لهم استراتيجية وحطت خطة طويلة المدى للمنتخب المغربي وبرضه زي ما قلت حضرك وصوله لكاس العالم وادى برضه اداء مشرف وعنده مجموعة محترفين ولعيبة كويسة جدا جدا فهم مصممين البطولة دي ان كلهم متواجد المغرب من الدول اللي عندهم منتخبات قوية جدا جدا وعندهم لعيبة على مر التاريخ لعيبة كبار جدا جدا يعني من ايام تيمومي وعايز مدربالة وعايز مدربالة ونود دين نايبة وظلمي والامريس عندهم يعني منتخب المغرب منتخب قوي جدا وبيده الزاكي فلازم السنادي باذن الله ان هم يكون لهم دور ولهم تواجد ولعبوا على البطاقات اللي هي المرشحة ان هي تبقى في النائية البطولة تبدأ منين؟ البطولة تبدأ قوتها كده ومشاهدتها؟ من دور الست عشر من دور الست عشر؟ اه برضو دور التماني يعني ايه ابتدي المستوى التدريجيا بيعلى الكرفة بيعلى كل ما انت بتعمل الصفة بقى بس طبعا القوة كلها قوي قوي بنسبة يعني ايه 95% 90% اللي هي دور التماني طيب ساريا انا بختم الحلقة اسألك على كل مجموعة الفرق اللي فيها وترشح مين اللي تأهلوا دور الست عشر المجموعة الاولى اللي تلاقي في استاد القاهرة الدولي مصر الكونغة ديمقراطية اوغندا زينبابوي ان شاء الله مصر والفريق تاني عن اختار فرقتين اه مصر وممكن زينبابوي تمام طيب هل تتوقع افضل توالد هيكون من مجموعة مصر ممكن مجموعة مصر وممكن مجموعة المغرب اللي فيها كود فوار تمام طيب المجموعة التانية اللي تلاقي في استاد الاسكندرية نيجيريا غينية مدغشقر بروندي نيجيريا غينية مدغشقر بروندي نيجيريا والتاني التاني ممكن مدغشقر ده بحكم ان احمد احمد رئيس الاتحاد لا مليش ده ابو احمد احمد اقولك على الورق بس استفعادت غينية ده غينية مستوى في الكورة الافريقية الفترة الاخيرة افضل كثير ممكن مدغشقر هي غينية اه يعني المنصب بتحسن ان مدغشقر يعمل مفاكة برضو في المجموعة دي تمام لان حتى في التصفاكة نتاجها فعلا متميزة اعمل عشان كده بقولك يعني ما نباني على الحطة دي ما هي دعابة بس عشان احمد احطاي المجموعة التالتة في استالي الدفاع الجوي السنغال الجزائر كينيا تنزانيا الجزائر والسنغال الجزائر والسنغال اه بالترتيب بقى مش مشكلة بس الاتنين يوصلوا المجموعة الرابع المغرب كوديفور جنوب افريقيا ناميبيا دي صعبة جدا انا بتمنى من كل قلبي المغرب رقم واحد اكيد واي حد بعدي بقى جنوب افريقيا ومن دانيل كوديفور ناميبيا اه صحي اللعج والمغرب دونت تلاتة كابتون صديق اه اه لان افضل تولي في مستوى متقرب شوية بس انا بتمنى 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 المغرب رقم واحد واي حد يجي بعد يوم تمان المجموعة الخمسة تونس مالي موريتانيا انجولا هنتلاقي في استالي السويس ممكن تونس وبين مالي وبين انجولا تونس وبين مالي وبين انجولا اخر مجموعة الكاميرون غانى بنين غنية بيساوف استاذ اسمع ليه كاميرون كاميرون رقم واحد الكاميرون رقم واحد وبعد يه غنية تمام اه بتقول التوفيلك كابتن صديق ربنا خليك اتنى حضرتك انا اسعد ربنا خليك منشكل جدا وقول التوفيلك يا رب خلال الفترة القادرة شكرا جزي حلقة كانت مهمة مع كابتن صديق جمال اتكلمنا في مشوار الدور العام اللي مستمر حتى هذه اللحظات الى ان يطرق جديد على مشوار المنتخبات الافريقية وتحديدا كمان المنتخبات العربية لها تشارك في كأس الامم كلال الفترة القادمة شكرا لحسن المشاهدة والمتابعة ونلتقى على خير بإذن الله كلال الحلقات القادمة وإلى اللقاء